بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدرس السيريس من كورسة ان دستر الإلكترونيجية أو الإلكترونيجس سنشرح النهاردة أول موضوع خالص في المقرر بقى الكبير اللي علينا أو الجزء الأساسي بعد جزء المراجعات اللي حنا خدناه بفترض أن انت سمعت الخمس دروس اللي فاته يعني أنا أتمنى ذلك ما بحبش حد يخش من النص كده لأننا كل حاجة ببنيها على اللي أنا قلته في اللي فاته فنفت جون سمعت معنا مراجعة السيركتس مراجعة السيمي كوندكتورز وقبلهم خالص المقادنة بتاع الكورس كلها بعد كده حلنا شيط 1 بعد كده حلنا كويز 1 فقمش معايب الترتيب هتستريح النهاردة هناخد ايه هناخد اول كمبوننت خالص زي ما بترك الحلقة اللي فاتت لو تركنا هنبدأ من الحلقات اللي جاية نشرح بقى الكمبوننت اللي احنا قلنا ان احنا هناخدها اعتمادا على مراجعتنا للسيركتس والسيمي كوندكتورز قلنا نحن نرجعهم ليه ان احنا هنحتاجهم في التعامل مع الكمبوننت اللي هناخدها قدام كامثلة على الالكترونيك كومبوننت او الالكترونيك ألمنت حلو واول حاجة هناخدها هي الديودز بعدها هتدرس البي جي تي بعدها هتاخد المصفت هتاخد حاجة كتير حلوة كنها في بقية الكورس فنبدأ ناخد كومبوننت كومبوننت ومش بالعدد هي مش بكتر الكومبوننت اللي هتاخدها يعني انت مش هتطلع عامل بيوصل دايرة انت تطلع واحد عايز يفهم الفيزياء اللي ورا الموضوع وبيستخدمها ازاي فعلا في ان يديزاين سيركت كبيرة بتعمل وظيفة معينة ويعمل بالحاجة الواحدة اكتر من وظيفة فانت مش هدفك تلم كومبوننت وتعرفهم قدم هدفك تعرف اللي هتاخده على قل بشكل مفصل لان الحاجات دي هي عمود الالكترونيكس كل واحد من دول هو حاجة اساسية تدخل في اغلب اللي لم يكن تسعة وتسعين في مئة من دوائر الالكترونيكس كلها يعني قل ما تلاقي دايرة ما فيهاش دايود او فيها ترانزيستور او فيها الى اخرية عشان كده ابني اديناك الحاجات الاسية عشان كده الكورس اسمه Introduction to Electronics فركز في كل واحدة تفهم بالتفصيل لان اللي هتعمله هنا هتعمله في الكمبوننت الجديدة اللي ممكن تتعرض لها بعد حتى ما تتخرج اي كومبوننت جديدة لقبله هتعمل مع نفس اللي هنعمله النهاردة هتجيب ال vi characteristics تدرسها تحاول تبسط الشكل تعمل approximations ترجع تمثلها في الدايرة وهكده فاخد الموضوع على محمل الجديدة فاول حاجة هناخدها خالص هي ال diodes واول حاجة هناخدها فيه هو ال ideal diodes انا قلت هقسم الحلقة اجزاء بدل ما اشرحها لكلهم في حل 4 ساعات تبقى ايه متقسمة عشان يبقى الموضوع نظيف وعشان اللي يبحث على يوتيوب يلاقي الشرح الموجود في المحتوى العرب طيب هتنزل هتلقيني هنا اعمل لك الفيهر ازاي كل مرة باللي هنعمله النهاردة هننشرح شرح بالتفصيل وهنحل في الاخر 3 امثلة بوساط جدا لان المفروض لسه هنشرح لحلقة الجاية ال constant voltage model بعدها هنحل بقى بالتفصيل على الدرسين دول مع بعض اسئلة كتيرة جدا بإذن الله فالنهاردة هدفنا بس نفهم الكلام كويس هتلاقي الشرح مكتوب لذا ترجع له وفيه صور يعني اشكال توضيحية وكل حاجة تقدر ترجع له الحلقة اللي فاتت خلينا نجيب القلم كده بسم الله الحلقة اللي فاتت كلها او الحلقات اللي فاتت كلها ومنعمل ايه كمان بناخد مقدمة عن الكورس وبعدين رجعنا على circuits حل وبرجعنا على semi conductors حل او اشباه الموصلات كل ده هدفنا ايه semi conductors عشان تفهم جزء الفيزياء اللي هناخده في الموضوع يعني اللام حلين تخذتها اللي هنحتاجها في الكورس ده عن الفيزياء اللي كلكم بون انشغال بيها مش كبيرة ولكن لازم ان تكون فيهمها كويس فانا بعتمد ان اخدت كورس السيمي قبل كده وحتى لو ما خدتوش خالص او خدت منه حاجات بسيطة فانا برجعت عليه كويس في الحلقة اللي تعتدي المراجعة فتقدر ترجع لها كل اللي قلته هناك هو اللي هحتاج له النهاردة لو ما سمعتهاش ما تكمل معي لانك مش تفهم ما انا هقوله وجزء السيركس لاني احنا كل حاجة نعملها في الالكترونيكس هدفها ان نوصل في الاخر لدايرة الكهربية هتقوم بوظيفة معينة هتعمل عملية هتعمل عملية هتعمل عملية مش عادة ايه هتاخد وظيف كتيرة جدا ده اللي هناخده حتى في الحلقة البعد الجاية في الابليكيشنز بتاعة الديوت فهدفنا في الاخر نحل دايرة كهربية هنكون دايرة كهربية فاللي كنتم يتكامل مع بعضهم ويطلع لك في الاخر كورس الالكترونيكس بتاعنا النهاردة اللي هيدفلنا فكرة ان يدينا هدفنا ان نتحكم في سراين الطيار كل الكمبوننزة الموجودة في الالكترونيكس هدفها الأشهر انها تتحكم في حركة الطيار تبقفه امتى تمنعه امتى وهكذا فانت هدفك القسمة في كورس الالكترونيكس انك تنشو او تجيب كومبوننز تدريس كومبوننز اللي بتتحكم فيه مرور الطيار ليه نعمل حاجة زي كده لان مرور الطيار دا علامة على تغير حاجات تانية على تغير في الجهد على وجود موجود ايه شبه الريزيستور، نقص، صعود، كل هذا سنأخذ بالتفصيل ليس من المبدأ العام، نحن نحاول نحرك حركة الطيار لان لو عملنا هذا، سيساعدنا نعمل أي دايرة نحن نريدها زي ما قلت لك، عندما جاءت هذه الفكرة وعملناها في الترانزيستور، كانت نقلة نوعية في عالم الإلكترونيكس كل هذا هدفنا فيه، نحن نحرك حركة القرن كل هذا سنبدأ بقى النهاردة بأول كمبونة، أنت بيعمل عملية هذه التحكم في مرور الطيار وهو الديود سنحتاج إلى ماذا؟ سنحتاج إلى ماذا؟ سنحل دواير كهربية حتى لا صعب أو شيء، دواير كهربية مبسطة، تبع عرف أبجديات الدواير الكهربية و هذا الذي يجب أن نتكس على القانون قوم وفرق الجهد ونقطة، فإن أنت الحال تعتبر السيركتس الذي نفود أنه جاءت فيها، يجب أن تكون سمعتها هذا الذي يجب أن نركز عليها هناك، لأنه نحتاجها اليوم، وستكشف أنك ستغلط في شيء بديهية جدا في السيركتس، وستغلط فيها ونحتاج جزء السيمي عشان تعرف أصلاً الديودة عمل إزاي؟ يا جدور التنبيه أبما نبدأ، نحن مش هدفنا نأخذ أي كومبوننت، لو عندي أي كومبوننت هندرسه، أي كومبوننت، إلكترونيك كومبوننت هناخده، حلق مش هدفنا نعرف هو شغال من جوه إزاي بالتفصيل ومش عادف إيه، ده خلاص، انتخدته زمان في كرسي السيمي كوندكتور نظرة عامة كده عن أي حتة سيمي كوندكتور بنعمل بها ديفايس، أو بنعمل بها كومبوننت، بتشتغل إزاي؟ فيها إيه من جوه؟ فيها طيار إيه، وفيها أنواع الطيارات إيه، وكل الكارييرز الموجودة، وتركيزها، قدر حسابه إزاي؟ ده خلاص، ولا زمنه، دلوقتي انت هدفك، تيوز الحاجات دي، تستخدم كل حاجة من انتخدتها، أبدأ أنشئ كومبوننت، هذا في أعرف لما أحطها في الدايرة هتعمل إيه؟ عندما أحطها، الجهد الذي أدلها بنسميه إيه؟ قلت لك الحلقة اللي فاتت، قلت لك أن أهم شيء عندما أجيب كومبوننت، أنك تعرف VI characteristics، بنعمل كده C شرطة CS، يعني characteristics، حلو؟ فلو عرفت علاقة الجهد بالطيار، أنت أكدناك عرفت إيه؟ عرفت كومبوننت ده هيعملي عندما أضعه في الدايرة، أنا عندي كومبوننت ما، حلو؟ أنا أيضا عرف ما يفعله إيه، وطلع في الآخر الدايرة بتعمل وظيفة معينة، مثل وظيفة مثلا إيه؟ زي أن أنا أدخل لها سيجنال معينة AC مثلا، فتطلع للسيجنال دي دي سي، كل دي وظائق دي وظائق دي وظيفة خطيرة جدا، أنا أحتاجها أن نقضي على ثلاث حلقات عشان نعرف نعملها إزاي؟ فهي دي هدفنا أنك تستخدم الحاجة اللي هنداهلك الكمبوننت مش تدرسه من جوه إن دي تيله، ده الترتيب المنطقة ده اللي منسميه Levels of Abstruction، لو ننتهها كذا مرة في كل الحلقات، مستويات التجريد، أي علم بيبدأ من الـ Pure Science وصولا إلى الحاجات اللي هندنستخدمها بقى أعلى طول بشكل مباشر، مش طول عمرك هنقضي إيه نقولك هذا الكمبوننت ده من جوه عمل إزاي؟ لا،أحنا عدنا نشرح لك زمان الطيار بيعدي وإنيه سننعيك سلك كده، وعدنا نقولك مش ع مقاومة. بقى هنا نشيل كل ده. ونضع لك بشكل مبسط بقى. نضع لك سيمبل كده. انت فاهم ايه اللي جوه هنا. انت مش كل مرة تقعد تقول لي المقاومة هي حاجة كده اكناها سلك بقى وفيه معاوقة الحركة الالكترونز اللي شايلة مش عارف ايه. لا. انت بقيت تعبر عنها بقى برمز مباشر على طول. وبقيت فاهم وبيعمل ايه في الدايرة. انا كواحد بصمم سركة المقاومة شغالها ازاي. مش كل شوية حدى على الوضا هذا. انا اهمني انها لما بحطها. ما يهمنيش قصلي المقاومة من جوه ايه منطق ايه ايه مبدأ عملها الفيزياء. قد اما اهمني اما اتمتها في الدايرة ستعمل ايه. اما اstanding في الدايرة مثلا. انا عارف ان يحصل على طرفيها. ايه او. واني لو الطيار ماشي من المنظر ده هيبقى هنا جهده اعلى من هنا. فهيفقد على طرفيها حاجة اسمها اسمها في ار مثلا لو وهي اسمها R. بس خلص هذا اللي يهمني. إننا عندما أضعها في السيركوت بتشتغل ازاي. ويهمني أيضا في البطارية نفس الكلام. انت عمرك شفت حد يدرس لك البطارية من جوه الـ chemical reactions اللي جوه بتحصل ازاي. دي عبارة عن حاجة بتحصل فيها chemical reactions. في انواع بطاريات كتيرة. فاكرا انت في سنوي لما خدت بطارية الرصاص وبطارية الليثيام والكلام ده كله. وخدتها حتى في كلية. قول ده ده بنسميه level of abstraction. تجريد يعني. حجبنا التفاصيل وبقنا نحطها بشكل مختصر. نفس الكلام. هنقعد دلوقتي. نتكلم شوية. انت خدت زمان اصلا في السيمي كوندكتور. حاجة الكلام عن الضيوت. هناخد الضيوت دلوقتي. مش كجزء فيزيائي لأ. هناخده على طول ككمبولة انت هنحطه في circuit. هدفنا ايه? نعرف هو بيشتغل ازاي اللي ما تحط في ال circuit دي. لكن في الاول كده هندي لك لمحة عن طريقة عمله من جوه. عشان ما تسألش عليها تاني. خلص نحن ادي لك مرة وتعرف فسه بيشتغل ازاي. وتبدأ تحطه في الدوائر وتصمم به circuit هذا هو هدفك كاليكترونيك اسمه ايه؟ كواحد بيصمم دوائر إلكتروني طيب، اللي هناخدهه النهاردة هو ايه؟ حاجة معتمدة على فكرة البي انجونكشن فلازم اريدك عليها، البي انجونكشن اللي انت مفهود نهارة جاءت عليها في الحالة اللي فاتت هنحتاجها النهاردة هي اساس عملنا النهاردة اساسا هي بالضغط تساوي الديود اللي هناخدهه النهاردة، فكرة الديود ما هو الديود؟ الثنائي حاجة معمولة من الوصلة الثنائية اللي فوق دي طيب الوصلة الثنائية كانت عبارة عن ايه؟ والاتنين ازاي في الاخر هيتحكمه في مرور الطيار ده اللي هنعرفه دلقتي الوصلة الثنائية ما هي الا او البي انجونكشن كانت عبارة عن ايه؟ قطعة سيليكون او قطعة سيميكون دا اكتر عموماً قطعة الشيب الموصلة، ممكن تكون من السيليكون ممكن من الجيربانيوم وعندنا الجاليام أرسناي ثلاثة انواع، فتبقى نص بي ونص ان حلو؟ انا اختصر في كلامنا انا اتقى في حلقة المراجعة فنفدكن سمعتها نص بي ونص ان، جميل، بيحصل خلينا نقسم كده هور بيبعندي هنا ده جزء البي وده جزء الان ده عنده هولز كتير قوي وده عنده الكترونز كتير قوي فبما ان الهولز هنا اكتر بكتير من الهولز اللي هنا فبيحصل حركة للهولز في الاتجاه من الاعلى للأقل، ده من سميه وبمين ان هنا امام الإلكترونز كتير قوي فبيحصل انسياب منها للمكان الذي يوجد الإلكترونز وغلية نتيجة اختلاف التركيز فده من سمي مع ان الwuجاب ماشى كده ده ما نقول ان اتجاه حركة الهولز اتجاه الطائرة التقليدي بتاعتي. في ببقى انا عندي total current ماشي ازاي ماشي في الاتجاه من الـ B للـ N صح كده. بمرور الوقت هل هستمر ده؟ لا. فكل ما الكترون من هنا يجي ينتقل لأ من هنا فاللي هنا يتحول لـ positive ion. positive ion أي حد يخسر الكترون يتحول لـ positive ion هل يقول لأيون موجد. هل هو ده حاجة فكسد مش بتتحرك مش حاجة carrier أصلا. وكل واحد من ذرات السيليكون التي تكتسب إلكترون ويتحط في مكان فيها سيكون لنا نيجاتف آيون نيجاتف آيون نيجاتف آيون يبقى هيتكون لك في الآخر حبة بوزيتف آيون مع حبة نيجاتف آيون سيكون لك في النص منطقة اسمها الديبليشن ريجون هذا كله كله انت فاهمه جدا كمال شرحناه كتير في كورس السيمي ولان لم يحضر كورس السيمي شرحناه في الحلقة تحت مراجعة حلو اللي في النص ده هيعمل لي ايه اي قط بموجب مع قط بسالب اي فرق في المنظر ده بينشئ حاجة اسمها فرق جهد انا لساق ايه البوتنشل ديفرنس منسميه البي بي او البي بي او البيلت ام بوتنشل حلو البيلت ام بوتنشل او جهد الحاجز الجهد ده بيمنع مع مرور الوقت استمرار عملية الايه الرحيل من الطرفين دور مشان اقول شوية كان فيدي فيوجن كارنت ماشي من الهولز تمشي من هنا الهنا والالكترونز جاي من هنا الهنا يعني طيارها ماشي كده صح الدي من ساميل فيوجن كارنت هيتوقف بمرور الوقت نتيجة ميه نتيجة نشئ الحاجز ده الحاجز بالظبطه ايه عمل ايه ايه هي انه خلق ايلكترق فيل الهيكترق فيل يمشي بن موجب للسالب يعني الهيكترق فيل ذلك ايلكترق فيل ذلك كده كان هو جاي من موجب ريح للسالب صح اخلي الموجب و السالب دول تحت كنت ايه اوضح ايكن فيك قط بسالب هنا وقط موجب هنا فنشأ Electric Field بسببهم. خطوط Electric Field عادية خالص. بتده تطلع من مجب تروح للسليل. خلينا نتخيلها بشكل عام كده مبارا عشان نوصل لك بنبدأ البسيط بتاعي اللي أنا بقول عليه. فأكين المجب ده يعمل ايه؟ المجب ده. أنا نفوت كان فيه Electrons جاي عمالة ترحل بالمنظر ده. وفيه فيه قصد هولز بتمشي من الطريق اللي أنا بعملها دلاتي دي. من المكان الأعلى في التركيز للأقل في التركيز. وفيه Electrons تمشي كده. بدلا ما تمشي كده المجب ده يجزبها ناحيته. حلو؟ والهولز اللي هنا بدلا ما عمالة ترحل كده السليل ده يجزبها ناحيته. ما المجب بيجزب السليل. فهيبدأ يحصل إيه؟ نقص في الطيار بتاع الديفوجن اللي عمالة ينشأ. كل شوية فيه طيار ديفوجن موجود. الـ Electric Field اللي انت خلقته بمنور الوقت ده هيوقف الديفوجن. لحد ما نصل لحالة راتزان فتلاقي الديفوجن كارنت أدت دريفت كارنت اللي نشأ. اللي حصل بسبب القطبين دول اسمه دريفت كارنت. اللي ينشأ بسبب الـ Electric Field بنسميه دريفت كارنت. أبوما تلاقي دريفت أدت ديفوجن بتلاقي توتل الكارنت اللي كان بزيله. ونسعتها ندي حالة الأكوليبريم احوالة الثرما الأكوليبريم تزيل الحلالي. حلو؟ ساعتها نقول إنها لها إيه؟ VB اللي هي Built Impotential. بس كده. هو ده الجهد الحجز اللي موجود. بس الطيار زيله خلاص توقف. فبعمل ايه؟ بعمل عمية Biasing عشان نحرك طيار. بعمل عايزة Control حركة الكارنت. فانا قلنا على لد ما نحرك طيار. فهنعمل ايه عشان نحرك الطيار ده؟ قالك هنجيب مصدر كده جهد خارجي. بطارية خارجية. اهو. ونوصلها. وحسب شكل توصيلها. هيتحدد لنا اللي هيحصل في الطيار. لو وصلنا كده هو. حلو؟ ولو وصلنا العكس. طيب تعال نشوف لو وصلنا كده مثلا. لو وصلتها بحيث ان الطيار يمشي مع الدفوجن. الدفوجن كان ماشي كده. كان هولز مشي في التجاهده. واللكترون زكاية كده يعني طيارها جاي كده برده. يبقى توتل الكارنت جاء ماشي. بتاع الدفوجن مشي كده. لا توتل كارنت الدفوجن. لو انا حطت البطارية بحيث تساعد الدفوجن. اهو. يبقى انا كده حطت ايه؟ او تحيز امامي. يبقى انا هخلي الطيار يمر. هساعده يمر. هخليه يغلب الدريفت. يغلب الإلكتريك فيلد التي تحطه. طيب ولو حطتها العكس. ده كده من سامين توصيل امامي. وساعدها الطيار بيمر. لو حطتها العكس. اهو. انا عملت كده. لا العكس. انا خليت الطيار يمر. بتاع البطارية. عكس مين؟ عكس الدفوجن. يعني بوقف الطيار اللي بيمر اصلا. بساعد الإلكتريك فيلد ان يوقفه. واحد يقول لي حلو. كده انت هتمشي طيار عكسي. وكبير. اقول له لا. انت كبرت الجهد اللي بيزوق. اه. ووقفت الدريفت. فانت ساعدت الدريفت. يعني ساعدت الدريفت. الدريفت بقى ده. يعني إلكتريك فيلد. الإلكتريك فيلد ماشي في اتجاه ده صح؟ انت كده ساعدته يمشي في اتجاه ده. اهو. كده القضب موجب وكده القضب سالم. عشان يمشي الإلكتريك فيلد عشان يحرك طيار. موضا يجب أن وجود بمشي. الكليس موجود و موجود. و لديه دريفت و ليس موجودة الاستاءات. من هنا يتحرك مع الكليس موجب؟ لا يوجده هنا و أيضا. القضب ، لا يوجد احركه موجب هنا فقط. من هنا يستثقى عن موجب مثله لذلك يبقى عن طيار. صح؟ لا� organizing., الموجب هنا يprob For founded in p. الموجب هبة systematic sc當然. كما كانST한테 موجودا بams with electrosing огром so they will should reach電 with electr IS. فهذا لا تحركетров و لا يكون الموجب هنا نفسه هناك سلاحرك مثله. عشان يزوقه. حلو؟ والسلب ده نفسه يلاقي هنا سلب زيه عشان يتنافر معي فمشي كده هو. يعني يلاقي إلكترونز يعني فلما الإلكترونز تمشي مين يعني طيارها مشي شمال. يعني كون طيار دريفت باردو مش لاقي. فبنقول ان الإلكتريك فيلد كبير بس مفيش كارييرز تمشي. عشان يحصل حركة طيار دريفت لازمًا إلكتريك فيلد مع كارييرز. فهنا مفيش كارييرز بس فيه إلكتريك فيلد. فأنا مكسبتش حاجة. أنا ماشيت طيار قليل جدًا. اللي هو طيار الماينوريتي من كل واحد فيها. ماشيت الهولز القليل الأول هنا هي اللي ماشيتها. والالكترونز هي اللي ماشيتها كده يعني ماشيت طيارها كده يعني خلقت طيار ضعيف جدًا. فبنسمي ده الريفيرس بايس أو التحييز العكسي. وده بيمر فيه طيار ضعيف جدًا. الشكل ده دلقتي هندى بقى خلاص انت فهمت الفيزيال في الموضوع. حلو؟ عارفك عزي أقولك ممكن تفهم بطارية تانية أبسط. ها انك لما بتحط تحيز عكسي بالمنظر ده. انت حطيت هنا قطب موجب وهنا قطب سالب. البطارية هو ده موجب وده سالب. فانت موصل ده موجب وده عبارة عن السالب صح؟ فأكلنك الموجب ده عمل ايه؟ أكلنه كبر الموجب بتاع ده. أكلنه خلل الجزء ده الموجب بتاعه يكبر. فيحصل في ايه؟ توسع. فيبقى الحجز كبير. هذا الحجز يعني ايه؟ اللي يوقف ضد الدفوجن كبير. يعني هم لعمره الطيار. الدفوجن ده هو الطيار. الطيار اللي بمر في الحالة الأمامية. اللي هو أصلا الطيار الأساسي بتاعنا. هو الدفوجن. انت عمل توقفه. عمل تكبر الحجز اللي ضده. والسالب ده هيكبر السالبية اللي هنا برضه. يبقى انت عمل تكبر الدفليشن ريجون. ده بالفهم كده بالحب. ده اللي كتوشح في كرش السيمي بالتفصيل. بس انت لو عايز تفتكيرها بشكل كده يعني يفكرها لك دول الوقت هو اللي بقولك عليه ده. والعكس لما كنا بنوصلها توصيل أمامي. لانو رجع بين الزمن كده الورا. نشيل كل ده. حل. لو خلينا العكس هنا. خلينا نشيل دول. اللي عملنا كده هو. فانت هيبقى ايه؟ هيبقى الموجب هو اللي هنا. ويبقى هنا هو السالب. فالموجب ده هيضعف السالب اللي هنا. فتلاقي الحتة دي قلت. يعني هتلاقي البريير كله قلت. يعني الحاجة اللي بتقف ضد الطيار قلت. يعني الطيار هيعدي بقوة أكبر. كل ما تصغر ده كل ما الطيار يعدي أكثر. عشان كده لو جبت رقم يقضي على البريير اللي هنا. هتلاقي الطيار مر بكمية ضخمة جدا. ونقول ساعتها ان الديود. او البيئن جونكشن بتقع اعتبر اك انها شورت سير. ده اللي لسه اقول لك النهاردة بالتفصيل. مو انك فهمت كده بشكل عام. ما اللي بيحصل في الموضوع. انا كده عملت كنترول لحركة الكرن. عملت حاجة تخليني لو في جهد بشكل معين. يعدي طيار. ولو في عكس الجهد ده. يعني نفس الجهد بس بالسالب. مقلوب يعني معكوس. ما يعديش طيار او يعدي طيار بنسبة ضئيلة جدا. نشيل بقى كل الهيصة دي. نعمل الموضوع. يعني نشيل التفاصيل دي. ونختصرها في سيمبل معين. ونعرف هو يستخدم ازاي ونبدأ نحطه في دواير بقى. البي انجونكشن بنمثلها في ايه؟ بنمثلها كأحد تطبيقاتها الشهيرة جدا. هو ده الاشهر اصلا. وهو الديوت. يبقى عبارة على المسلس كده. نحط له شرطة كده. وخطة كده. هو ده الديوت يا معنا. الشكل ده هو البي انجونكشن اللي فوق. بالضبط ما فيش اي فرق. بس هي محطوطة جوايا. انترميز وفادي. ايه لازمة المعلم ده؟ فيه سهم اهو. وحيطة. حلو؟ لو انت جاي في اتجاه السهم هتعدي. ولو جاي في عكس السهم. هيبنعك. هيبنعك تمر. هيبنع الطير يمر. ده خلاصة امر الديوت. طيب. لو حبنا نمثله. او نعمله وتشابه كده مع البي انجونكشن اللي فوق. لو انا وصلت معي بطارية. حلو؟ تمرر الطيار. بحس يجي مع اتجاه السهم. يبقى كده اكينه جاي من ان اللي فين. عارف السهم ده اكينه ايه؟ ده ده اللي عند الحيطة ده اسمه الكاثود. هقولك تحفظه مزايد لقتي. وده اسمه الانود. انا مش حافظه كده انا حافظه بلغز. حاجة من الحية للشهيرة في الحفز. انك تحط حاجات تفكرك بالحفز. حلو؟ الكاثود. حاجة ايه؟ هقولك انا الكاثود هو ناحية الان طيب اللي جوا. واللي هنا ناحية الانود ده ناحية البي. حافظها ازاي؟ عارف النكد؟ حافظها من كلمة نكد. او والله بالضبط كده. نكد. ان مع كاثود نكاثود. هي ده بزرط. اكينها نكد بزرط. ما فيش اي فرقة بينه. فتفتك دايما الكاثود مع الان. ودايما النكد حاجة واحدة فتلاقي ايه؟ فيه حيطة كده. فيه حاجة سادت. نكد. نكد كده. فسادت ضده. لكن الثانية عكسة. انود مع البي. ليس حاجة تحفظها بقى خلاص. يا عمرك ما هتقول بكاثود. فيش حاجة اسمها كده. لكنها كاثود. واضحة جاي من نكد. فانت حفظها كده. فتكني بيها دي. زي ما انا دائما بقولك حاجات كده حلوة. فبس يبقى الكاثود هو للطرف ده. والانود هو الطرف ده. اللي هو بي وإن. طيب مش احنا قلنا الطيار بيمشي من بي لإن فوق. الطيار الدواء الدواء الدفوجن. فانا جاي ببطارية تزقق مع الدفوجن. يعني هتعدي طيار. يبقى ده من سميه. التوصيلة دي من سميها. أو التوصيل الأمامي. ساعتها طيارة هيعدي. دي منقولها بقى اختصارا. عشان ننجز وقت. زي ما قلت لك في المقاومة كده. انت بتحفظ بقى حاجات بتعملها في الدائرة على طول. من غير ما تقعد تفتكري الفيزياء بتاعتها ايه. الطيار لو جاي في اتجاه السهم هيعدي. اتجاه السهم ده. لو جاي كده هو هيعدي. الديود هيسمح له انه يعدي. لماذا؟ لان انا بساعد الدفوجن. تبقى خاهم برضو بقى حافظه وخلاص. لان انا بساعد الدفوجن كارنت اللي جواه انه يعدي. لان انا جاي بزق معاه في نفس اتجاهه. ويفهمه بأي طريقة. اللي تحبه. او تقول ان ده قطب موجب. فانا خليت الموجب هنا والسلب هنا. فالموجب ده هيعمل ايه مع البي. هيتنفر معها. فهيعدي الهولز كده. يعني هيساعد الدفوجن يعدي. كل الطرق هتؤدي للفهم الصحيح. الفهمها زي ما تحب. يشوف بطارية الاسهل اللي كنت نكتفهمها. حلو. طيب. لو انا حطيت بطارية العكس. لو عملت البطارية كده. اهو. فالطيار المفود يمشي في البطارية بالنظام ده. فهو كده جاي ايه؟ جاي في الحيطة. مش عايز مش يعرف يخش. يعني ايه؟ هيمنع مروره. يبقى الكاثود هيمنع الضيود. اللي اسمه ايه؟ الضيود. هيمنع مروره في الحالة العكسية. التوصيل العكسي اللي انا عمله ده. هو ده اسمه توصيل عكسي. هيمنع مروره للطيار خالص نهائية. الا اللهم الا القليل. هيعدي طيار بسيط قوي. من سميل اس. اس ده طيار ضئيل جداً. بيعدي في الاتجاه العكسي للضيود. اللي هو جاي من اين؟ من الدريفت أوف ماينورتي. لو انت في عايز سيفتيكر الفيزيغ تحت الموضوع. هو بيعدي drift of minority يعني ايه؟ بيجيب من كل حتة لما انت وصلت توصيل عكسي خلينا نعمل توصيل عكسي من هنا جميل انت كده زي ما قلنا بتزوء طيار عكس المجوء العكس الدفوجن فهتعمل ايه؟ هتكبر الالكتريك فيل فالالكتريك فيل ده ما يكبر مش هيلاقي كاريير زي يعديها مش هيلاقي حد هنا الالكتريك فيل ده يعملش كده جميل الالكتريك فيل مش اعتبر ان فيه قطب مجب هنا وقطب سالب هنا هذا يعني كلمة تريد الاكتريك فيل يخرج من الموجب هل ل Test of minus子 هالي الموجب تعثي أحد هنا بيعيف تم تغير قائ nostalgic لا الموجب هنا قليلا لان يلعourt كلها سالب كلها الكترونز ونسب الكلام هل السالب هل لضعّOH تغيرهم بالتغير سالب يتغير معها información لم تفار mega напрمس ان الالكترونز زي أعتب مج lonكة تحافظ كده ان الأكت custom Korean حركة تغيرها بالتغير على كونه لان السالب هنا مالكتريك فيل وهيحرّك خبرة السالب السوج eben الموجودين. وحبة الموجودين هنا الصغارية. يبقى هو هيحرك المينوريتي. الحركة اسمها ايه? طالما عن ناتجة عن ناتجة عن ياسمها ياسمها يبقى الطيار الصغير اول ينشأ اسمه ناتج عن شفت الكلام بسيط ازاي? ده اللي ينشأ الطيار العكس اللي ينشأ في حالة التوصيل العكسي للضايود. يبقى من هنا ورايح تشوف السيمبل ده. لو لقيت التوصيله في الدايرة طياره جاي عكس العكس السهم يعني جاي في الحيطة مش هيعدي. مش هيعدي خالص. وده لو لقيت التوصيله جاي معها السهم هتعدي عدي خالص. طيب فيه تفاصيل? اه طبعا فيه تفاصيل كتيرة. لان المعلم ده انت ممكن تقول لي دلاتي جملة حلوة. تقول لي هو الطيار مش بيعدي بشكل مباشر. ليه? لان احنا فاكرين زمان لما اخدنا تعال بقى كده. ارجع البي انجنشن دي. حلو وافتكر معي. هتلاقي ان انت لو جيت تفكر انت محتاج الاول تتغلب على ايه? عشان نبدأ ندرس اما الله بشيء من التفصيل. انت كاي خدت نظرة عامة على اللي هيحصل. لكن لسه فيه تفاصيل كتيرة بقى. لو جينا نحب بنا نرسم ال vi characteristics. من هنا اللحظة المهمة بقى. عايز تدرس اي component لازم انترسم علاقة الجهد على طرفين ال component ده بالطيار اللي مر فيه. اعرف فيه حياتك كمهندس الالكترونيكس لازم انترسم vi characteristics. وتاخد قدام انواع تانية من ال graph. ال input مع الاود بط. هاريك كل ده بس انا بس على نفسي. احب نتأسس دلاتي في المجال العموما. فانت لازم ترسم علاقة الجهد اللي على طرفين اي component انت تدرسه بال i اللي مر فيه. عشان اعرف هو بيشتغل ازاي. ما هو انا عشان اقول لك اوصف لي component بيشتغل ازاي. ما ينفعش عادة حكي زي ما انا بحكي فوق كده. لازم ان ننتهي بشكل يوصف للحركة بشكل صحيح. ما عادش اقول لك لو جي مع السهم يعدي ولو ما جايش ما يعديش. ده كلام ماشي حلو. بس عايزين نوصفه وصف علمي رياضي. طيب هنعمل ده ازاي? قال لك بساطة جديدة مش احنا اتفقنا من شوية. ان انا في الجهد لما يكون في النص الموجب. انا كده موصل توصيل امامي. ده اللي بقى لنا سعب نشرح فيه. ولو في الجزء السالف انا كده موصل توصيل عكسي. طيب لحد هنا احلو. فلانا في التوصيل الامامي بيحصل ايه? في التوصيل الامامي. ده ركز مع الكريف اللي عمله ده. اللي عمله ده اسمه اجزاكت اجزاكت موضل. هقول لك يعني كلمة موضل ذاتي بس ركز معي. اجزاكت موضل. اللي هو الوصف الحقيقي اللي بيحصل في الديود. شفت اللي الكمبولنت ده او البي انجونكشن اللي هي اصلا اللي مكوناه. هقول لك ايه اللي بيحصل فيها الضبط كعلاقة جهد بطيار. ايه هي? قال لك انت قوم بتحط الجهد على طرفين الديودة او على طرفين البي انجونكشن. بتبدأ تعمل ايه? تقلل المعاوقة اللي ضد الديفيوجن فتعدي الديفيوجن صح. على سبيل المسال اطلع البي انجونكشن فوق. كان فيه ديفيوجن ماشي كده. وضده دفرق دريفت. انا لما اضطت البطارية بحس ساعده. اضطتها في زوق طيار في نفس اتجاه حركة ايه? الديفيوجن بتاعنا. فالديفيوجن ماشي كده. ده دفيوجن. اهو. كلام تفق او والله عايب يعني اتقرش فهمه. اهو. اتقل بس معي وهو وصلك لحاجة حلقة. فطالما انت موصل احطت جهد موجب على البطارية فا ايه اللي هيحصل? انت كده بما ان الانتين كانوا متعدلين انت بدأت تنصر حد فيه. بدأت تزوق الديفيوجن. يعني تساعده. يعني هتعدى دفيوجن. طيب السؤال. لو كانت القوة الدريفت بيعوق بيها. مثلا خمسة. خمسة فولت. مثلا. حلو? خلينا ادي ارقام حقيقية. لو كان ده مثلا او بوينت. آآ فايف فولت. نصف فولت. حلو? وده نفس الكلام. فانا جيت عملت ايه? خليت الاو بوينت فايف فولت بتاع ده. اتنين ضد بعض. ماذا بدي مسال بسيط قوي. ما تاخدش بالتفاصيل دلسة الوقت. او متانا جاء حاطت بطارية. آآ مقدارها تخلي الدفيوجن ده. آآ يبقى او بوينت سكس. هل? هل كده انا هاعدي طيار دفيوجن? آآ. بس هل عدي دفيوجن كله? لا. ليه? انا خليت بس يكسب بفرق واحد من عشر. انا بدي مسال للتفاصيل. ما تاخدش الكلام ده كتفاصيل دلوقتي. فانا كده لما خليت او بوينت سكس. انا حطيت بطارية ضعيفة. فكده هاعدي حابة دفيوجن قليلين. طب لو شديت البطارية شوية. لو عليت الفولت اللي طالع من السورس بتاعي. وخليت مثلا يخلي دي واحد ونص. شوف هي اكتر بكتير صح? فساعدة هيعدي دفيوجن كتير اوي صح? طب لو خليتها تلاتة هيخلي دها اكتر. يبقى هيعدي دفيوجن اكتر بكتير. يبقى انا كل ما قوي دفيوجن ضد الدريفت. يبقى انا كده بخلي الاتفارة اللي هيمر اكتر. اكتر واكتر. ففيه كمية لازم بقى نفهمها. كمية تخليك تتغلب على جهد الحاجز ده. جهد الحاجز ده هو ايه? اللي هو دريفت كله. لو قدرت تتغلب على النص ده كاملا. عارف ايلا يحصل ساعتها. ما يفعش اقولها هتوصل لتلاتة والكلام ده. لا لا. انت اوما تتغلب على النص كاملا. الطيار كله هيمر. يعني ايه الطيار كله هيمر. هيبقى اكنك اساسا مفيش حاجة هنا حاجز اصلا. اكنك سلكة. السلكة. لو مرت فيها عشرة امبير هتحدي عشرة امبير. لو حطيت مية امبير هتمرر مية امبير. الف امبير هتحدي الف امبير. ملاش زعوة. خلاص هي معتمد على الطيار اللي جايلي. ما فيش اصلا اعاقة في السكن. كان بيقني في السكن حاجة مقدارها نص فولت. انا قضيت عليه. خلاص. حطيت بطارية قضيت على النص فولت ده. فحنا مقول بقى انك محتاج في الاول حبة صغيرين كده. عشان تبدأ الطيار يعد. حبة صغيرين بيعادي فيهم طيار صغير صغير لحد ما توصل للحبة اللي هم الوصف فولت دول. او ما تتغلب عليه الطيار يفتح فوق. طيب تعال اوتيك دا بقى كمسال. اهو. انا كان جهدي بتاع البطارية. الجهد اللي انا احطه بالبطارية كجهد خارجي على الديود. او على البيان جونكشن. ده الجهد الجهد الخارجي على الديود. او البيان جونكشن. وده الطيار الذي مر فيه. عشان انت تعرف كل واحد يعبر عن ايه. مش اي في وخلاص. الفي هي الجهد الواقع على الضيوت. بنفترض ان الضيوت محطوط مع بطارية فقط. ليس إلا. فجهد البطارية هو أكينه الجهد الخارجي على الضيوت. عشان للتبسيط. عشان نشرح لك كلام ذلك. فانا كل ما هخلي الجهد الواقع على الضيوت. يبدأ في البداية كده صفر. لسه مش عارف عدي طيار. لان انا ما قضيتش على دريفت ولا حاجة. فهبدأ أعليه شوية. فيبدأ يمرر شوية الطيار. بصة انا كل ما زود على الاكس. الواي بيزيد. كل ما دي له حب الجهد يتغلب على الدريفت أكتر فيعدد فيوجن أكتر. شوية بشوية الحد ما في الآخر ايه. وصلت للرقم اللي تغلبت على الدريفت كله. في ساعتها يحصل يتلاقي الطيار ضرب فوق كده. عارف ضرب فوق دي يعني ايه. يعني بقى قيمة الجهد ثابتة. ثابتة ما تتغيرش. والطيار ياخد اي قيمة. دي مش معالم الطيار ملا نهاية لأ. معالم الطيار ياخد اي قيمة. ممكن يبقى هنا. ممكن يبقى. ده بيت الضبط اللي هو ايه. اكترني اكترني الدايوت تحول الى سلكة فاطئة. بس كده. اكترني ده تحول الحاجة كده بالزبط. سلكية فاطئة كده. فرق الجهد بين طرفينها مقدار سابق. مقدار معين. هلو؟ اللي هو هنا ده. هلو؟ اللي هو الحب اللي انا حطتهم له. اللي هو اللي تغلب بهم على على جهد الحاجز. والطيار اللي يمر فيه اي قيمة. يمر هنا الف. يمر مية. يمر عشرة. اي قيمة بقى. فانت اكترني بالتوسيط كده حولته الحاجة. سهلة يعني خلاص. عدت كل الطيار. فيبدأ في الاول سنة سنة عملت كل ما زود الجهد يزور الطيار. زود الجهد الطيار المعدي يزئي اعلى. لحد ما اصل لمرحلة خلاص. قضيت على الدرفت كاملا. فاللي فاضل ايه. ان الديفيوجن كله يعدي. شوف مين اللي جايلك دفيوجن. شوف انت جايلك عشر امبير. ولا جايلك خمسين امبير. ولا جايلك عشرة ميلي. ولا امتين ميلي. شوف رقم اللي جايلك. وهو هيعدي على طول. عشان كده بنقول انه ممكن ياخد اي قيمة على طول من هنا. ده كده بنسميه. اهو. دعنا نفسيها باب نظافها. بيبقى حاجة كده بالضغط. عشان نرسم بدقة. تبقى حاجة طلعة صغيرة 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 جدا. لان انا الطيار اللي بيعدي قبل ماكسر الدرفت كله ببسيط اوي. بعدها بيضرب في السنة اوي. بعلقة العلاقة تزايدية. علاقة قصية رهيبة. عشان في الاخر زي ما قلت لك ياخد اي قيمة والجهد ما يتغيرش اوي. لانك حولته لشورت سيركت. هقول لك ذاتي بالتفاصيل للفرقة بين الايديال والفرقة بين الكونسانت فولتج لما يجي بس السنة. طيب ده كده في الفورورد. عشان تعرف انت بتدرس اي كمبوننت. ده نص اليمين ده اسمه ايه? اللي هو الجهد يكون في موجب. ده اسمه الوضع. خلينا نسميها فورورد. فورورد بايس. يعني تحيز الايه? الامامي. التوصيل الامامي. طيب التوصيل العكسي يعني الفت البطارية. فانا بقيت اعملاي? بقيتها اعاكس الديفيوجن. بوقفه. وبساعد الدريفت. بس جيت اتا ساعد الدريفت. منتظر انه يعد هو كمان. ويبقى ويبقى الطيار في العكس عامل كده مسلا. ويبقى الطيار بيزيد في العكس بده وقال لك لا. احنا مش لقين كارييرزنحرك. فالنتيجه ايه? انه نحن عادنا نزود الفولت ونزوده ونزوده، فعادنا نكبر الالكتريك فيلد بس مش لقي يقرب اليكتريك فيلد يعني عمين نكبر الجهن، عمين نكبر الجهن، نكبر الجهن ينكبر الجهن، مفيش كارير ففالتالي فيش طيار يتحرك، فتلاقي الطيار صغير جداً مين الصغير ده؟ هو في مكان ما يحرك طيار صغير جداً لان انا بحرك كارير من المنورتي مش المشوريت زي ما انا اشرح ترك فوق ثلاث مرات الحاد لأ لكن هناك ظاهرة غريبة في السيمي كوندكتور وهي أنه عند جهد كبير قوي كبير قوي مقارنة بالصفر مثلا جهد يعني بأسعاد سبعة بأسعاد ستة هذا في الزينر مثلا وبأسعاد من عشرة إلى ستين مثلا في حالة الأفالانش لو أنت فاكر الأسماء هذه حلو عند جهد كبير نوعا ما عند سبعة فولت مثلا عند سبعة فولت أو ستة فولت أو خمسة فولت عند خمسة فولت مثلا أدي أي مثال حسب كل ضيود والتاني يختلف عن بعضه كل ضيود يختلف عن الثاني سيحدث عندها شيء يسمى انهيار break down break down يعني إيه؟ سيبدأ الضيود وكأنه باص الضيود وكأنه من جوه باص أنا كبرت الالكتوريك فيلد يعني شيء ضخم قوي كبرت الالكتوريك فيلد جدا درجة أنه خلاص قدر يسحب الطيار ويعدي في الاتجاه العكسي اللي هو ما كانش عارف يعمله خلاص قدر قدر يعمل كده إزاي؟ اللي يحصل عنده الظاهرة يسمى break down voltage أو V B Break down يعني VD أو break down اللي هو الجهد اللي يحصل عنده عملية الانهيار أو الbreak down أو ظاهرة الانهيار اللي يقون عليه جميل؟ طيب ده كده الشكل اللي قدامك هو ده الإعلاقة أو VI characteristics أو VI characteristics من قولها C س كده اللي بتوصف إيه؟ بتوصف الكمبوننت اللي اسمه الديود أو توصف البي انجنشن عموماً هنبدأ بنا نعمليه دلاتي عايزين نوصف ده بعلاقة نحط rule قاعدة أو equation توصف ده على بعضه في جملة واحدة فنوصفها ازاي؟ تعال نقول ال VD ممكن تاخد مجابة سالب صح؟ فحنا نقول أن I diffusion اللي هو اضطر الاساس التاعي I diffusion ده هو اضطر الاساس التاعي I diffusion ده هو اضطر الاساس التاعي لو عديته يبقى أنا forward لو وقفته وصديته يبقى أنا في الريفيرس على طول فعشا كده هو ده الاساس بتاعنا بيسوي القيمة ثابتة كده اس تختلف من حالة الأخرى تعتمد على نوع التفاصيل كتيرة تعتمد على التركيز وعلى حاجات كتيرة جميل خدنا كأن ده زمان لو أنت فاكر يعني في السيم الكندكتور تقدر ترجع له بالتفصيل عشان ما اضطرش الشح حل مضروف E ترمي اكسامونانشل هذه هي واضحة زيال الشمس إن فيه اكسامونانشل ترم موجود في حاجة قصية بتزيد V في VD على VT وسعب بيقى في E هنا بس سياك منها دلقتي ناقص واحد اقفل مين ده؟ ده الجهد على طرفي الديود أو على طرفي البي انجونكشن مين ده؟ هو الطير المر في الديود أو في البي انجونكشن أو لو اسمه ايه؟ اي ديود أو اي دي فيوجين حسب انت فاهم ايه؟ حسب اللي انت حبه فهم فكرة؟ بس أنا أفضل تقول ده اي ديود وده بي ديود بس انت فاهم ان في حالة الأمامية بيكون المعدد ديفيوجن لكن في حالة العكسية المعدد ديفيوجن المعدد ديفيوجن المعدد ديفيوجن المعدد ديفيوجن فاهم؟ المعادلة دي لو رسمتها على اي جهاز رسم على ايه حاجة كده بتاعت سكيتش يعني هيتطلع لك الرسم دي بزه طيب فهمناها ازاي؟ تعال اقول حل لو انت شلت ال VD دي خلي بالك لو شلت الجهد اللي على البطارية وحطته رقم موجب كبير كبير عندنا في الاكسبونينشل فالرقم ده كبير جدا يعني فلون انت حطيت ال VD بأي رقم موجب حلو؟ هيبقى ساعتها الترم ده الترم ده لا يقارن بالواحد وساعتها هنقدر نهمل الواحد وبنون ان المعادلة يمكن تبسطها ويبقى ساعتها الطيار اللي موارر في الديود يبقى قيمته كبيرة نوعا ما هو ده بقون ساعتها من الحالة الامامية في طيار كبير بيساوي اس في اي باور VD على ال VT الواحد اهملنا خلاص نقول ان هذا تقريبا هو ده حلو؟ طيب لو حطنا وده بالزد خلي بالك الرسم الده الرسم الده لو رسلنا الواحدها هيتلعلك النص ده اللي هو جزء ال FORWARD يبقى انت لما عوضت بأي قيمة مجابة تلعلك قاعدة ترسمها في الجزء ال FORWARD يتديك رسم ده مباشرة طيب لو عوضنا بقيمة سالبة حطنا اي حاجة سالب ده حطنا اي سالب رقم نوع سالب في الباور معناها ايه؟ لو قلنا سالب VD حتى انها واحد على VD على VT وانا رقم هيبقى كبير فواحد على رقم كبير يبقى النتج تقريبا صفر فبتلاقي ان عند القيمة السالبة بقى تقريبا ان القيمة ده صفر فبتتكانسل تفضلك سالب واحد سالب واحد في ال IS يعني ال ID ساعتها في الجزء السالب ده في ال reverse bias بتاقترب او تسوي تقريبا سالب IS من ال IS ده؟ هي قيمة اللي ايه؟ التيرر القليل الايه اللي قلنا بيعدي بسبب ال DRIFT OF MINORITY هو ده ال IS على ال Y axis هي ده ال IS حل؟ فبقى عددها صغار جدا حتة ال break down ده سياك منها يعني هي حالة خاصة بتحصل بفهمنا بس المجرد التجربة والفيزية في الموضوع مش حاجة كده تجيبها من المعادلة دي دلوقتي لأ مش عادك تجيبها من معادلة أنا عادك بس تفهم بشكل عام ان يمينك بقدر اجيبه ازاي ان انا بحط اي جهد موجب فبتلاقي العلاقة قالت الى الشكل ده بعملية approximation بسيطة و لو حطيته برقم سالب بتقول العلاقة له سالب IS بالشكل ده وهي حالة ال reverse اللي هو الطيار الصغير اوي اللي يعدي في العكس يبدا طيار امامي بيعدي بقيمته كبيرة بقى مفتوح وقيمة عالية اوي خلاص طيار عدى اي خطيمة بقى موجودة حسب الفيديو وده بيبقى قيمة صغيرة جدا بتعدي في الحالة العكسية عشان كده بيقول تقريبا انها بيمنع مور الطيار ومش بيمنعه وبيعدي حابة بس سلايا كد يروي ايضا لما تلاقي معمل يعني موجود في مكان حقيقي كده مش حاجة كده كونية يعني بيقس القيمة ده صعب جدا تقسها انت لو دخلت ده على سيميليتر هتطلعلك الخط على على ال اكس اكس وكأن زيرو الاس مش لقيتها اساسا الاسكيل مش هيعرف جبها فميقول ان ساعتها يوم يمكن اهماله القيمة السيئة موجودة كفيزيائي موجودة كمبدأ فيزيائي لكن بشكل براكتيكال الرقم ده لا يكاد يورا اللي هو ايه اللي هو ال الـ طيب كل ده عشان تفهم الـ يعني موضل اصلا بقى اما ننتقل يعني كلمة موضل فاكن لما شرحت لك قلت لك احنا عادنا نفهم الريزيسترز مثلا بتشتغل ازاي والتفاصيل تعيتها وبعدين بدأنا نحطها كاكمبونة كده جوا الدائرة ونعرفك تشتغل معها ازاي حلو فتشتغل معها ازاي دي اكدنا عملنا لها موضلينج عملنا لها نمذجة او عملنا لها نموذج وعرفناك تشتغل معها ازاي لما تحطه في السيرك نفس الكلام حدث فاهمناك الديوط حلو؟ عايزناك نعرفك لما تحطه في سيرك تشتغل معها ازاي؟ او ده النموذج يعني الـ ده لما قبله في دايلة اعمل في ايه؟ يعني السيرك ده ملغم دلوقتي محتاجة عارف اتصرف معها ازاي ففي واحد جي قال لك انا عمل حاجة عميل ازاي ثانية في واحد جي قال لك انا عندي ديوضة اهو اهو في واحد عمل نموذج ثلاثة اربع حصل لنا نماذج كتيرة اشهر نموذجين ايه؟ وايه هدفهم؟ او ايه هدف النماذج بشكل عام؟ قد ما نكتب حتى انواعها هدفها تقول لي الشيء ده في الدايلة لما قبله اشيله وحط مكانه ايه واتعامل معها ازاي؟ انت دلقي لو قلت لك حاجة من منظر ده مقاومة مع ضطرية حلو وفي طيار ماشي لو قلت لك دي عشرة ودي خمسة تقول لي عشرة خمسة اثنين صح كدو؟ ليه لانك فاهم ده ايه وفاهم ده ايه ده مش معجزك ده شيء انت معلوم بالنسبة لك لكن لو قلت لك حاجة كدو ومتعامل لك ده بالضبط نفس المثال ومتعامل لك كده اهو حلو يالله اتصرف يا معلوم هتعمل ايه؟ لو انت لسه مخدش درست عن النهار ده مش عارف انا فاهم دي وفاهم الكمولان ده بس مش شاهم اعمل ايه ده هو ده به هدفت عن النمزجة عملية الموديلنج هدفه اتعرفك تشيل ده وتحط مكانه ايه؟ تعتبره ايه من الحاجات المعلومة اللي انت عارفها اعتبر مثلا مقاومة ولا اعتبره بطارية ولا اعتبره سلكة فاضية ولا اعتبره سلكة مليانة ولا اعتبره مش فاهم فحصلت نماذج اشهر نموذجين وهم دولين هندرسهم على مدار الكورس وهم دولين موجودين في حياتك كلها ومفهوم لازم انتعرفوه واشرحوا بالتفصيل في حلقة جاية حاجة اسمها الارج انت بتاخد في الكورس ده فعلا حاجات هتكمل معاك بقية حياة large signal model حل وحاجة تانية اسمها small signal model نموذج الاشارة الكبيرة ونموذج الاشارة المصغرة او الصغيرة كل واحد من دول بيعمل منطق معين او بيعمل حاجة معينة باختصارش ديه عشان ده لسه نتكلم عليه قدام بالتفصيل مش عايزة كروت حاجة دلوقتي ده بيتعامل معاك ان يعرفك فين المنطقة forward وفين المنطقة reverse وهنا بيحصل ايه وهنا بيحصل ايه ده بيتعامل من انطبق ده كمرحلة ثانوية اي ديزاين هتيك تعمل له circuit قدام وتستخدم component معين فانت هتبدأ بالlarge signal model ده البداية بتاعتك دايما عشان تحدد هونا فين مناطق forward فين مناطق reverse الدايرة ديه امتى هتعدي الطيار وامتى مش هتعديه عند انه قيم للفولت وعنده انه قيم للفولت بعد ما تعرف مناطق اللي اسمها ايه ال forward وال reverse تقوم رايح عامل التطبيق بقى small signal model ده هدفه بياخد حتة صغيرة كده من التغير ويدرس اللي بيحصل فيها الحتة ديه تبقى في منطقة من المنطقتين يعني بياخد حتة من التغير اللي حصل في ال forward انا عارف انه في ال forward بس عايزة شوفها التغير اللي حصل جوا ايه واشوف حتة من هنا واشوف ايه اللي حصل جواها فهي بتحصل بتحصل كمرحلة ثانوية بعد معرفة مناطق reverse ومناطق ال forward فدايما بنطبق large كبداية بعد كده نطبق small signal كمرحلة ثانوية فعشانك هندسهم بالترتيب ده الاول بعدين small signal طيب ال large signal model عشان ننتعامل مع الديود بمنطق large signal model ونعرف ايه مناطق ال reverse فيه ايه مناطق ال forward لان زي ما تريد اكد لازم يكون في forward and reverse اشان حابن control current لازم نكون شوية فكرك ايه هدف اللي حبنعمرده كل اصل طيب فيه كم واحد ارأيو في الموضوع ونعملهم بكام نموذج اربع طرق البتاع ده هنمثله بنظام large signal model ونعوض عنه في الدايرة بشيء يقوم مقامه ونعرف نشتغل عليه ويساعدنا ان نحل الدايرة بعدها باربع طرق هناخد النهاردة منه اول طريقة والباقيين الحلقة الجاية اول واحدة اللي هي ideal ديود او ال ideal model سميه زي ما نسميه الموضل بتاع الموضل القياسي او الموضل المثالي معلك هناخد حاجه اسمها ال constant 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 voltage model بعدها هناخد حاجه اسمها ال graphical solution هناخد اربع حاجات اربع حاجات على مدار حلقات الجاية وبعدها ناخد بقى ونعيش معها حبة حلوية وننتقل بعدها ال pjt ونبسطك مهم ان تمشوا عاية الترتيب فكل حتة اللي هو في المتاة صح هتوصل للوراها بس انهي من الوقت في الصفحة دي تفهم يعني ايه models اصلا احنا هدفنا نعرف دلم نحطه في الدايرة هايعمل ايه هايعمل ايه وفقا للحاجات اللي عارفينها مسبقا هل هيشتغل مثل المقاومة ولا زي مثلا بطارية ولا زي ميوة سلكة فاضية ولا سلكة مش فاضية احنا عزينا نعرف ده لما تشوفه في الدايرة نعمل بي ايه هنشيل ونحط مكانه ايه ايه هدفنا من ده كله نكنترول حلقة الكرنت نتحكم في مرور الطيار اللي هو يساعدنا نعمل تطبيقات كثيرة جدا قدام هتشوفها و هتشوفها عظمتها هتعرف انك تعايش في خيرها دلوقتي بس في نفس الوقت يساعدنا نحل الدايرة من مش عايز احط حاجة تعمل كنترول ا بس ما عافش اصمم بيها الدايرة معقدة لأ عشان كده عملنا النمازج النمازج هدفها انك تعمل عملية تبسيط اعرف ما انت واحد يقول لي انت ليه اصلا عايز حاجة اتعبر لك عنه ما هو معادلته فوقها اقول لك صح كلامك مضبوط معادلته وهو بس انا المعادلة معقدة جدا دي معقدة جدا لما تيجي تستغل بها في ارض الواقع لانك لا هي معادلة مباشرة قادر استخدمها اقول لك هيحصل عليه مثلا دروب بشكل معين او هيمر في الطيار بشكل معين لا ده معادلة فعشان كده حبينا نعمل شوات او تبسيط او اختصارات فكل موديل من دول هيعمل ابروكسيميشن في العلاقة اللي فوق وانت فكر اللي هنا هيقلف لا اللي هنا يحصل مش تأليف احنا نروح نمسك العلاقة اللي فوق ونبدأ نبسط فيها بطرق معينة ففي واحدة هيبسط جامد اوي فهيخل ببعض الدقة ده اللي هو ال ايديال موديل واحدة هيجيب حاجة ها ورهيبة شوية من الدقة واحدة هيجيب حاجة دقيقة جدا واسهل في الجرافيكال سوليوشن وهي كذا حلقة جاية ناخد الكونستانت فوليوم الكونستانت فوليوم ايه حلق وبعد ما ناخدهم الاثنين هنحل على كل واحدة فيهم امثلة بسيطة وبعد ما ناخدهم الاثنين هنعمل حلقة تحل كبيرة عليهم لانهم هيجوا في الناحية بعد ما ناخد الجرافيكال بعد ما نتقل الاسمول سيجنال خليك بس معيب الترتيب وفي بقى كذا حلقة وربعضها للأبليكيشن ده خطيرة ده اساس الشغل بتاعه طيب ايديال موديل تعالي ننزل تحت الكلام بقى تافه قوي لان خلاص فهمت اللي فوق ال ايديال موديل اول طريقة عشان نعرفك لما تشوف من هنا ورايح تشوف ضيود جوه دايرة تعمل في ايه جوه دايرة كهربية او لما تحب تعمل دايرة كهربية بتعمل وظيفة معينة ازاي تعملها باستخدام الضيود وازاي ده هيتنطبقه في الابليكيشن اللي جايه طيب ال ايديال بيقول لك ايه زي ما قلت لك كل موديل منهم هيبدأ يجيب الصورة العامة اللي فوق والرسمة بتاع تلفيه ايه اللي فوق الكبيرة اللي هي المليانة تفاصيل اللي هي عاملة كده دي اللي عملنا كده اللي هي قلنا هتبقى حاجة عاملة كده ومن تحت عاملة كده وقصة كده صح؟ هيد ايدي ايدي يقعد يبسط فيها يقعد بقى يهمل شوات حاجات يعمل شوات تقريبات بحيث يطلع شكل احنا نعرفه او شبيه بحاجة نعرفه فيقول لك بعد ان هنا ورايح لما تقبل الديود شيله وحط كذا لما تحب تعملها انت اما يكون قدامك حاجة وعايز تعمل ابروكسيميشن لها لها شوات قواعد كده شوات اساسيات هحاول اقول لك ان انا فاكره من يعني اللي يحضر علي على طول كده اولا انت في تحب ينفع تعمل اي ابروكسيميشن تحبه وبيبقى مقبول بيبقى حاجة اكسبتد طول ما انت في النطاق انك ما عددتش عشرة في المية اروا طول ما انت لسه في النطاق انك ما بواصش الدنيا خالص البواصن ده بنعرفه منين ما عددتش عشرة في المية حلو؟ طيب دي اول نقطة انت هتحاول تشوف الحاجات اللي فوق اللي مش هتبواصل الناتج قوي وههاملها هكنسلها اعتبرها مش موجودة يعني سبيل المسال انا فيها عوجة كده في القانون وبعدين الشكل طلع لفوق ممكن احمل العوجة دي حتة صغيرة مثلا يعني لقيت دي مثلا عبارة عن واحد من عشر فولت واصلا الموضوع كله في خمسة فولت واحد من عشر يقلب كثير او من خمسة فممكن احمله جنبها انا بديلك مثال طيب الحاجة الثانية انك تبقى عارف ان الفولتج بشكل عام حاجة ريلاتف ريلاتف يعني ايه؟ يعني كمهندس كمبيوتر مثلا انت ممكن الواحد فولت والاثنين فولت والخمسة فولت والعشرة فولت ممكن ده كله بنزلك واحد ليه؟ لانك رجل بتهتم باللوجيك انت يهمك ان اللامبة تنور يهمك ان انا يا زيرو ايوان فيمنور يمنور يمش منور يعني يفيه فولت مفيش فولت انا بديك مثال حلو؟ لكن كواحد بتاعة الصلاة دي كرسة لو ده حصل فده كرسة ليه؟ لانك الدايرة بتاعتك ممكن تتحرق من خمسة لخمسة واحد من عشرة اساسية ممكن انا اصلا عندي بريك داون بيحصل عن خمسة فانا لو زاد علي مثلا اثنين فولت مسا زيادة الدنيا تخرج فمش زي بتاع كمبيوتر او بتاع قسم كمبيوتر مش زي طبعا بتاع باور بتاع باور ده العشرة دي رقم تافي تافي جدا ليه؟ لانه اصلا كل السيرك بتاعته بتتعامل بالكيلو فولت او بخمسمية وانت طالع بقى تلتمية وعشرين وثلتمية وعشرين وثلتمية وعشرين وثلتمية واربعين وثلتمية وحدداشر وارقام كده فوق قوي يعني فانت بتتكلم في عشرة فولت ده رقم لا يكاد يورا بالنسبة له فلازم انت تفهم من الفولتج عشان ابما لدقى في عملية الابروكسيميشن ستفهم انه حاجة حاجة نسبية حسب كل حسب انتشغال في انو سيركت فانحنا كناس بتاع اتصالات او اللي بيسمع بتاع اي حاجة هو غالبا يا فانت خليك فهم دي طيب ال اي دي الموضل او اللي هو النظام النموذج المثالي ده هيبدأ يجيب افسط شكل ممكن للضايود وده اسهل واحد فيهم باهمال اربع حاجات اطلع فوق في السيركت اللي فوق دي انا افضل اجيب لها رسمة كل ده تقدر تقراه انا انصحك تقرأ الورقة ده لانه وهي في ده خلينا نجيب دي مسلا طيب تعال هنا واقول لك بقى ايه اللي حصل انت بص على الرسمة دي وقل لي ايه الحاجات اللي ممكن نهملها يعني ايه الحاجات اللي انت حاسنا صغيرة هل مثلا الدلع ده صغير اللي ضرب في السمه ده تقول لي لا انا ما عارفش اهمله ده حاجة شكله حاجة كبيرة طيب هل ممكن نهمل ده مثلا ككل كده على بعضه تقول لي كده مباشرة اصلا لا بس تعال اقول لي انت حمولك انهمل بص الرجل اللي فكر في ال هذا عمل ايه قال لك اول نقطة انت بتقول لي لما شرحت لي من شوية ان فيه طيار عكسي بينشأ ويكون صغير جدا بالفهمت ومشعرف امبير فانا ده ملوش تهزمة بالنسبة لي فانا اعتبر اللاين ده عامل ازاي اعتبره كده اعتبره حاجة كده منطبق على ال اكس اكسس اصلا ليه لا انت بتقول لي اصلا ان هو نزل تحت حتة صغيرة اسمها اس انا اعود ده اشوف بقى الفهمتو ده فانت ده حاجة نظرية بالنسبة لي مش هتفرق معي في السيركت بتاعتي فقال لك يالله نهملها يبقى اول نقطة خلينا نعدي بقى هم اربع حاجات هيهمل اربع حاجات فمحتاجين ننزل كده او نطلع نعملها في مكان نظيف ونرجع تاني الى رسمة اول حاجة هيهملها هينجلكت ايه هيقول ان الاس اللي هي الاس ده هو الريفيرس كرا هيقول انه بزير ده اول حاجة طيب الحاجة التانية هيقول لك ان في اون مين بقى في اون ده؟ عشان قلت لك ماذا انه سنحتاج حبة جهد في البداية عشان نحرك الطيار صح؟ عشان نتغلب على جهد الحاجز على اطلع فوق كده هو فوق خالص اه قلت لك انت بتحتاج تزوق الديفيوجن صح؟ فلو حطت بطارية تزوقه بقدر معين يغلب الدريفت بس مش كل الدريفت هيغلب حبة من الدريفت فانت هتمرر حب الطيار طيب لو غلبه اكتر هتمرر حب الطيار اكتر لو غلبه اكتر واكتر لحد ما تصل انك هزمت الدريفت كاملا يعني ايه هزمت الدريفت كاملا الدريفت ده مش حاجة في الهواء هذا هو البرير اللي هنا لو تغلبت على هذا البرير كاملا وقضيت عليه هتمرر بعدها الطيار بقى بكمية كبيرة اوى حسب اللي جايلك في السلح مطرح مايجي هنا مية هيعدي خمسين هيعدي اي رقم هيعدي طالما انت تغلبت على الدريفت فساعتها منقول ايه؟ انك بتحتاج حبة في الاول الحبة دي هدفها تقضي على الحبة دي نسميها الحبة دي نسميها ال V on يعني جهد التشغيل V on يعني جهد التشغيل الجهد اللازم لتشغيل او لمرور الطيار بكمية كبيرة هل بنسميها ال V on ماينفعش او ما شغل البطارية كده عند صفر عند زيرو فولت ماينفع مش يحصل حاجة هنا مش يمر طيار صح? كل ما زود حبة يجعل الدريفت يكسب حبه لحد ما خليه يكسب الدريفت كاملا يبقى ساعتها عند اللحظة دي بسميها V on بيبدأ الطيار بقي يمر كاملا يبقى ينزل تحت عشان كده قلنا هنا كل ما نزود يزيد حب الطيار هنا غلبنا الدريفت هنا غلبنا الدريفت فتلاقى بعدها فتحت لفوق لان خلاص لا يوجد شخص عقني اي بطارية تعدي له اي طيار ممكن تعدي طيار قيمته عشرة ممكن طيار قيمته عشرين ممكن قيمته اي حاجة بروحيتها فننزل تحت بقى كده فالراجل المعلم ده هيهمل كل الجود عشان يبسط الدنيا فهيقول ان ال V on هافترض انها بصف ده ايه مجرد افتراضات مجرد assumptions عملها في البداية عشان يبسط التعامل مع الديوط هو ده هيفرم معنا جميل؟ لا ده شيء accepted جدا ليه ان ده رقم قليل يعني ال V on بصغير نوع عماية وده اللي هنعالجه في الحلقة الجاية لما نعمل الموضل الجديد يعني خلي بالك الافتراضات اللي عملها دلاتي دي هيجي واحد بعد ال ideal model يعترض عليه ويقول له لا انا ابدأ بقى اشيل كل افتراض منهم وحاول اضعه بطريقة احسن طبعين فكرة طيب وهيجي واحد برضو على فكرة يا عالج ده هتشوف ده 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 بس خلينا معاك فهيجي يقول لك انا اعمل ال V on دي خالص يعني ايه؟ هافترض ان ده مش موجود هافترض ان لا ده هو مش على ال X هل؟ واول ما وصل عند قيمة جهد من غير كبير من غير زيرو عنده زيرو جهد درب في السماء على طول يعني مجرد ان انا ضيود اهو؟ اول ما دته طيار كده عده على طول عده كاملا لا 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 اعاقة ضده لا 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 اقيمة معاينة محتاجة يوصل لها من الجهد لا اي جهد ام عد الطيار على طول ده الفرض اللي احنا نفترضه تقول لي ان تب استنى يعني ان ان تفوت تعمل كده بقى تعمل حتة على الارضية وتطلع الجهد الفوق لماذا تلعت عند الصفر يعني مين قالك تطلع عند الصفر هقول لك انا دلعتي الافتراض الثاني الثالث بقى اللي وراء دول ان هو هيفترض ان V وال I مفيش ما بينهم تغير هينجلكت الموجود فيه هينجلكت ده هيعمله نجلكتين هيهمل V I مش ال V كل ما بتتحرك ال I بتطلع بسيط يعني ما بين الحتة دي والحتة دي الطيار فوق ما يعني مش كارسة يعني فهم الفكرة ما اختلفش كتير تحس انه اصلا خط اكن ده شبه الخط الرأسي بالزبط فالله خلاص انا هاهمل التغير وها من V في الاول يبقى اكن الشكل هيبقى كده على ال Y اكسس انا قلت ان انا في شحتاج اصلا نطلع حتة قدام بالفولت عشان نشغل الفي اون بصفر انا افترط انها بصفر فانا ما عند الصفر ايضا يمر وهيمر ازاي ودهوة تشينج من غير تشينج فهيمر رأسيا كده اكنه الفوق على طول اكن انا عند زيلو فولت اقدر اخد اقدر امرر اي طيار خط رأسي اقدر امرر اي طيار و اهملت ال IS و اهملت ال V on ادي ثلاثة assumptions السمتشن الرابع ان انا هنجليكت فكرة ال Breakdown هاعتبرها مش موجودة تقول لي ليه يعني ازاي هو بمزاجك اقول لي اه سهلة ليه روح تشتري ضيود حل روح تشتري ضيود كتابوا لي عليه على ظهره كده ان ده ال Breakdown Voltage بتاعه ال VBD بتسوي مثلا خمسة فولت جميل؟ فانا صممت دايرتي بحيث ان يستحيل الفرع بتاع الضيود يجع عليه خمسة فولت اصلا انا صممت ال ضيود بتاعه مستحيل الفرع ده اقصى قيمة ممكن تيجع عليه هي اربعة مثلا حلو؟ فانا ضمن ان مستحيل اصلا اصل للخمسة فولت فبالتالي عمري ما يحصل عندي ايه؟ Breakdown فانا ممكن اهمله من الرسمة انا رسمينه ليه؟ يعني انت ليه ده يخلطه في حسابتك اصلا لما انت ممكن من بره يعني هنا ده يعتبر مش اسمشن هذا يعتبر معالجة للموقف بدل ما انا احطه في رسمتي ويجع على دماغي وابقى مش عادف اتعامل معه بسهولة لا انا اشيره اصلا واظبط دايرتي من بره ان يستحيل الحالة تحصل يستحيل الجهد اللي عليه بالسالب او الجهد العكسي يوصل للرقم الهنا اللي هو بنسميه VBD لو ضمنت ان الكيزي تحصل يبقى انت ممكن تشطبه وتعتبره مش موجود وبالتالي النتيجة ايه؟ الاربع اسمشن تزول مع بعض هم الديو عفوك مش حتاك تحفظهم انت بص على الرسمة شوف اللي ممكن يتهمل هو دا حل؟ فاين نتيجة؟ طلعنا النتيجة كالقاتي انزل تحت بقى كده اهو عشان تعرف شكل الضيود اللي هنمثله دلوقتي لما يكون في حالة الاي ديال عندي اهو عندي اهو بيبقى حاجة بالمنظر ده اولا ديه V على الاكس دايما والاي على الرأسي حل؟ هنقول اهو انا نكبر خط بس كده جد عنا مني عشان يبقى واضح اهو تقريبا يعني ده اعتبره لاين ده لاين مقفول فكده ايه اللي حصل ده التمثيل بتاع الديو لما بنعمل الاسمتشنز داعاته بدل ما كان عمل كده اهملت الحتة اللي تحت فايه واهملت التغير فخليته رأسي ما كان فرق بسيط هو كان اكينه رأسي اصلا كان بوسع عمل كده اهو احمد والحاجة احمد حاجة بسيط اول رقم تحت صغير جدا رقم ده مش كبير في اون دي بتبقى بسبعة من عشرة فولت او بثلاثة من عشرة فولت حسب انت سيلكم ولا الجرمانيوم لسه اقول له حلو وكان فيه اي اس كده اهو امتنا مخليها كده اهو حابة بسيطة الحابة دول كربية الفيمتو اصلا ده حنرسمهم على سكيل مختلف ده سعب نخلي سكيل اللي فوق غير اللي تحت عشان نلاقي حاجة نرسم فيها الفيمتو دي فهمتا فهم فهمتا ايه فهم فهم انت فهم مهم وضمانا ان احنا الفولتج اللي هيبقى على طرفين وفي النتجة العكسية وعمل ما يوصل للبريكدون فاهملنا البركدون قلنا خلاص مش هايبقى مش نرسمه والحاجة الاخيرة اهملنا التغير اصلا بشكل عام التغير اللي هو الخفيف اللي كان موجود ده بس كا فيه عوجة اهملناه اربع بوساط جدا مش قصة يعني وصلونا حلو جدا ليه ده من سميه ideal من الرسمة ومن الاصمشة اللي احنا حطناها هنوصل الى نتيجة عظيمة جدا دلوقتي تخليك لما تشوف ديود في الرسمة تعرف التعام معي او في ديارة كهربية او تعرف وظيفته ايه ايه الفكرة بتاعته ببساطة ايه نتيجة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي انك عندك نصين عندك شكل في اولا احنا نفوت في اول حلقة خالص كنا نقول الكلام ده حتى انا هلالك دلوقتي دي ان انت كل الكمبولنس اللي خطتها بكده اغلبها زي الريزيستور مثلا العلاقة بين ال V وال I بتاعتها علاقة لينيار حتى نفوت كنت اقول لها في الاول بس هي حتى وسيطة يعني مش صعب كجهد مقط يبقى الطير اللي هيمر اسمه I لو خليت دي 200 فولت ودي نفس الخمسين هيمر حاجة اكبر من I هيمر حاجة اكبر بكتير من I فهم الفكرة لان انا زودت الفرق بين الايه بين النقصين زودت فرق الجهد فع زيادة فرق الجهد تتسبب في زيادة الطيار وزيادة خطية لو كنا بنرسم العلاقة كنت بتلاقي كده او بس لو رسمنا علاقة ما بين ال V وال I للمقاومة كان بيطلع الشكل ايه بيطلع الشكل linear كده حلو وعند زيرو فولت بيطلع زيرو طير فكلام مظبوط في انت المنطق ايه؟ طيب ديوض مش كده ديوض مش علاقة خطية انت رو شفت العلاقة اللي فوق علاقة ميكس كده exponential على مش عارف ايه بص الشكل دي مش خطية خلص ده فيها لعبكة ايه خطية يعني خط وهي مش خط خطية ايه بقى كده او كده او كده او كده وهي ولا واحدة من دول هي شكل كده غريب فده من سامين non linear characteristics او علاقة غير او خصائص غير خطيه طيب ايه اللي احنا وصلنا له دلاتي ان احنا وصلنا من الخصائص غير الخطيه دي لشكل فيه خصائص خطيه بنسميه خليب بنسمي ده piecewise لو عايز تعرف معلومه ليه كده على الطير piecewise linear حل او linearity يعني ما يكون عندك علاقة linear بس على مرتين هو مش line واحد فقط زي ده هو line و line في two segments of line يعني قطعتين من ال lines ده بنسميه piecewise linearity مش موجودة يعني ايه عليك جميل فال line ده علاقة خطيه و line ده الواحدة و علاقة خطيه او مع بعضهم او مش خطيين التوتل على بعضه مش خطيه فبنسم الرسمة النصين عشان كابل ان ال diod عملية ايه بيعملية control في ال current لانه حسب النوع بتاع التوصيل امامي ولا خلفه لو توصيل امامي الا يحصل ادي التوصيل امامي ولو توصيل خلفي الا يحصل تعال وريكي معنا في التوصيل امامي بيكون ال volt ب zero حلو والطيار باي قيمة اي قيمة مجابه انا بعمل ايه انا بسمع اللي انا على الرسمة احلى الرسمة عرفنا جات منين خلاص نبدأ نطلع منها معلومات بقى الخط ده اقدر وصفه ازاي؟ هقول انه هو دايما الجهد عليه بصفر اهو الجهد عليه بصفر ايه نقطة على الخط ده بايه جهدها بصفر اي نقطة من دول كلها ال x بتاعها بصفر و yات مفتوحة ال y هنا هو يعني تقدر تاخد اي طيار ده الوصف بتاع النص الـ Forward. هذا يسميه نص الـ Forward. طيب النص الـ Reverse العكسي. لما يكون حاطة عليه جهد عكسي. بيكون الـ V واخد أي قيمة سالبة. الـ X-axis واخد أي قيمة سالبة. هو ممكن أن نأخذ أي قيمة. فبنقول أن الـ V دائماً أقل من الصفر. هل؟ والـ I الذي يتحرك هو صفر. الـ I هنا هي الـ Y-axis. هذا الخط كله و الـ I بتاعته بصفر. يبقى إيه؟ I is zero. هل ترى أن الـ 2 هم 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 يصفوا فعلاً فإن شغل الـ Diode بيشتغل إزاي؟ تعالوا أقول لك بقى. مين اللي بيحقق المبدأ الـ Conditions اللي فوق؟ مين بيحقق الـ Conditions اللي تحت؟ الـ Diode لو في الحالة الـ Forward هاي بقى نقدر نمثله بإيه؟ ولو في الحالة الـ Reverse هنمثله بإيه؟ احنا اتفقنا من بداية الكورس. إن لو الـ Diode اللي احنا بنرسمه ده. حلو؟ لو الـ Diode جايل له طيار مع اتجاه السهم. بيعديه. ولو جايل له عكس اتجاه السهم بيمنعه. حلو؟ لو جايل له مع السهم يعني ايه؟ يعني ايه كلمة طيار جايل له مع السهم؟ يعني فيه طيار معدي؟ حلو؟ ومعنى ان هو عداء من غير ما يعمله اي مشكلة. هو ده بالضبط المشهد ده. هو ده الـ Forward. طيار جايل لك. عديته زي ما هو بالضبط. زي ما هو بالضبط. من غير اي نقص ولا اغير اي حاجة. يبقى كن النقطة دي. زي النقطة دي بالضبط. كجهد. فالـ Voltage difference على الـ Diode ماله. دلتا الـ V او فرق جايل على الـ Diode. هذا الـ V يتساو صفر. صح؟ والطيار اللي معدي ممكن يعدي خمسة. ممكن عشرة. ممكن ميجا ممكن ألف. فأي طيار يعدي. فأي قيمة ممكن تخدها للـ R. ده بالضبط هو الخط ده. هو ده الـ Forward. هو ده تمثيله. حلو؟ والنحية الثانية بقى. لما منع ان حط جهد سالب. لو حطنا جهد سالب على طرفي الـ Diode. الجهد السالب سيعمل ايه؟ بالنظام الـ Ideal Model. على انه ايه؟ في حالة الـ Forward. على انه سلكة فاضية. سلكة. Short Circuit. وفي الحالة العكسية على انه Open Circuit. لماذا؟ تعال اوريك بقى. ده هنمثله بطريقة من اتنين. يا إما. يا إما يا إما. هيبى حاجة كده. يا إما هيبى حاجة كده. كلام عبيد قوي جماعة والله عيبي. نركز فيه بس بالرحب. الرسمة اللي وصلنا لفوق بالـ Approximations اللي عملناها. عبارة عن قطعتين. قطعة الأوانية. القطعة الثانية. القطعة الأوانية عبارة عن حاجة. الـ Potential Difference 0. وأي طيار ممكن يعدي. ده بالزلط عبارة عن Short Circuit. عبارة عن ايه Short Circuit؟ أي نقطتين فيها. فرق الجهد بينهم صفر. ما هم نفس القيمة. لو دي خمسة بولت. فديد زيها خمسة بولت. لا يمكنها بينهم حاجة أصلا تناقصني. فمعنى كأن فرق الجهد بين النقطتين. دايما هيبقى ايه؟ هيبقى صفر. هو ده بالزلط اللي بيوصفه هنا. فاحنا بعد ما عملنا Approximations. شفنا الرسمة اللي طلعت. شبه أنه كومبوننت. احنا عرفه. وقلنا غلاص يبقى الدايود هو الكمبوننت. واحنا يهمنا ايه غير ان يشتغل. خليباك انا احنا مجم نقول ان الدايود عبارة عن سلكة. هم نقول انه بيشتغل زي السلكة. فهمت من البدء؟ نتيجة ايه يقولنا الكلام ده؟ نتيجة من ايه الخصائص متشابهة. ايه الحاجة اللي نعرفها في حياتنا؟ مقاومة ولا بطارية ولا سلكة فاضية ولا سلكة مقطوعة؟ اللي خصائصها عبارة عن V-Bit-Saw-Zero واي اكبر من الصفر؟ هي السلكة. السلكة الايه العادية اللي هي Short Circuit. دي بنسميها SSC كده و Short Circuit. ليه لان اي نقطتنا على طرفين السلكة دي. فارق جودة بينهم بصفر يبقى V-Bit-Saw-Zero. واي طيار ممكن يمر. ممكن يمر في سلكة مية وعشرة وخمسين واي حاجة. يبقى ساعتها بيقول ان الديود في حالة الـ Forward. بنشير ونضع سلكة. بس ده انا عايزك توصله في الدرس النهاردة. والديود في حالة اسمها ايه؟ الـ Reverse. في الحالة العكسية لما يكون الطيار جاي له بالعكس كده. بنشير ونضع ايه؟ Open Circuit. ليه بقى يا معلم. عشان تلاقي ساعتها الشرطين دول متحققية. بتلاقي ان الطيار اللي معدي بصفر. لو انت جيت تمرر تحط توصيل عكسي زي ما عملنا في الـ B-In Junction. وتلاقي لي ما بيعدي ش طياره. مين بيعمل كده؟ Open Circuit Open Circuit فعلا لو جيت تعدى فيها طيارها متعقية ما بيعديش. فيه طيار بينطد. نك ده السلك المقطوع. فبتقولني نساعتها لو لقيت ديود. الجهد على طرفيه سالبا. كان الجهد على طرفيه سالبا. كان الجهد على طرفيه سالبا كان الجهد على صليم. يعني ماذا سالب يعني الطيار جاي ضده كده؟ كلمة جهد سالب في المشهب بتاعنا في الدايرة يعني الطيار جاي ضده. فالحاجز ده يمنعه. بتنقل كده عشان تحفظها تعرف تحفظها بسهولة. او بيقول لك بانت هتشير الضيود. وتحط المكان وحاجة هتعمل نفس شغلانته. اللي هي المنعة دي. ايه اللي بيعمل نفس شغلانته اللي هي المنعة. المنعة الكامل. اللي هو absolutely ما بيعديش حاجة. اللي هو open circuit. يبقى الضيود هيتشار ويتحط هي short circuit. في حالة ال forward. يا ايه open circuit في حالة ال reverse. كلام عبيد. طيب. ليه اللي في أقل من الصفر؟ لان معنى انك جاي بالطيار عكس وكده. ف لازم يكون فرق الجهد على طرف فرق الضيود سالب. لازم. امتى الطيار هيجي كده خلي بالك وسوس. هيجي امتى في الحالة دي. اهو. لو لو متوصل كده. طب التوصيل ده امامي ولا عكسي. امامي ولا عكسي. عكسي. والدليل هو جاب الطيار عكسه. بس خلاص خلصنا. اصلا يعني. يعني مفيش حاجة هتخلي الطيار يمشي عكس الضيود غير لو انت موصله توصيل عكسي. اصلا. لا تعريف التوصيل العكسي. انك تمشي طيار عكس الضيود. لو انت مشام يعني اصلا بي قل من صفر. يبقى انت كده هتك تراجع على اول الدرس. انه وتكفي اقول الدرس كلمة جهد سالب. مع ان انا حطيت التوصيل اتمشي طيار عكس اتجاه الضيود. عكس اتجاهه ازاي ده الكاسود ده الانود. كاسود يعني ان. كاسود زي ما قلنا. ودي يعني بي. البي هي اللي منفك بتمشي ناحية الان. انا ماشيت عكسها. يبقى انا اعمل التوصيل عكسي. فهمت ربطت لك ازاي البي انجنشن بالضيود وخليتك تفهمه. طيب. اللعبكة دي عدك تنسيها. خلاص. عرفتها فهمتها خلاص يا معلم. بنحل ازاي في الدوائر بقى. بيدي لك دايرة. ويقول لك دايرة دي فيها ديود. والديود ده اعتبره ايديال. لازم ان يقول لك كده. قرأة زي ما تحب. صح غلط بقى انت ايه. انت والدكتور اللي بتديك. اصيوم ان هو ايه. اصيوم ان الديود دي. ار او از حسب واحد ولا اكتر. ايديال. او اصيوم تو بي ايديال. سعب بيقولها كده. تو بي ايديال. يعني اعتبر ان انت في الحالة المث في الديود. او يقول لك. او يقول لك بي ايه طريقة. لو قال لك الكلمة دي. يبقى على طول ساعتها ايه. هبدأ اشوف اي اي ضيود في المسألة. اللي انت مكنش عايف تصرف عامل شوية. خلاص. عرفنا نتصرف معه ازاي. ادي ضيودة هوا في المسألة. مش عارف ارسمه. جميل. هتصرف عامل بتصرف من اثنين. اي ضيود في المسألة هتصرف عامل تصرف من اثنين. هتبدأ تحسب من مسألة التيار جايل له ازاي. والله هي لقيت الطيار جايله كده. خلينا انصغر المشهد ده. يعني خلاص صفحة دي اطلق خاصة كل ما عايزه منك النهاردة. عايزك اهلا نقوم نحل بعدها وتلاقي نفسك ايه مبسوط النهاردة. خلاص. درس مالوش ايلي عازة اساسي. بس هتطلع منه مستفيد يعني. عازة بس مش عانا حان كروته. هتشوف هتشوف في الدايرة اللي عندك. ولوالله هي لقيت الطيار جاي كده. وداخل في السهم. او لقيته جاي كده. هنا هيبقى تصرف وانا هيبقى تصرف. لقيته بالم يبقى هيعديه. هيعدي الطيار. يعني ايه هيعديه. لما في الحالة المثالية يعني يعديه يعني يعديه. يعني يعتبر انه هو سلكة. يبقى لما يكون الطيار جاي في نفس اتجاه السهم. بنشيل الضيوت خالص. ونعتبره سلكة فاضية. شورت سيركت. شورت سيركت. اه. اللي هي بناختصارها اساسي كده. خلاص. ابن انت عرفت الوقت ايما تشوف ضيوت في مسألة يا ابني. والضيار داخل من ناحية السهم. جاي في اتجاه السهم كده. تمشهر للضيوت وحط سلكة فاضية. امتا؟ لنقول لك assume to be ideal. غير كده ما تعملش لسه فيه. قدام هنأخذ حاجات تانية. يعني قدام هنبدأ نعمل تعديلات مختلفة في الفروض اللي فرضناها فوق. ونشيل ده ونحط باداله حاجة. تنساش ان احنا اهملنا حاجات كتيره عشان نعمل كده. يعني ناتك بتاع الدايرة مش هطلع دقيق. وهيطلع. ياهو. ماشي الدنيا. فهم فكرة ان احنا فرضين فوق فروض كثيرة. وتفتكر دايما ان السلكة الفاضية دي. لو قلت الجهد على طرفي. الجهد على طرفي الديوت ساعتها بكان بصفر. الفي بصفر. والطيار اللي معدي اي قيمة. وهذا اللي احنا بالضبط رسمناه. ده يفكرك بالرسمة. والرسمة تفكرك بيه. موديين لبعضهم. طيب. الحاجة التانية. لو لقيت في الدايرة بتاعتك ان الطيار جاي عكس اتجاه السهم. عكس اتجاه السهم اللي هو ده. ده السهم. هل جاي عكس اتجاه المسلس. هتعمل ايه? هتقول انه هو هيمنعه. مش يعرف مش هيمرره خالص. يعني هيخلي الاي بصفر. حلو؟ والجهد على طرفينه. معنى ان الطيار جاي عكس يبقى الجهد على طرفينه لازم ان يكون سعي. لازم ان يكون اقل من الصفر. هو دقى عادته اساسا. ده يفكرك بالرسمة على طول. يعني امرك ما تحط توصيل امامي. تعمل الجهد مجب ويعدي لك الطيار عكسه. يبقى انت بتاعك فاهم? هو دايما هتلاقي الدايرة كده. لو الطيار جاي عكسه بداية توصيل خلفي. او توصيل عكسي. فهتشيله وتحط ايه? حاجة تمنع الطيار. مين بيمنع الطيار من اللي نعرفه? الوفن سيركت. يبقى ان هو يضاهي او يوح او يمكن تمثيله باستخدام اوبن سيركت. اوبن سيركت دي. اوبن سيركت دي. الطيار بيمر فيها كم? اي بيساوه صفر. والجهد على طرفينها. الجهد بين النقطة دي ونقطة دي. بحاجة يقول لي صفر. اوعى. اخربها. الجهد بين النقطة دي مش صفر. الاي هو اللي بصفر. اوبن سيركت تفتحديش طيار. لكن بين طرفينها فيه جهد. عادي خلص. شي جهد. تفهم من فكرة او الجهد ده بيقى سالي. فمن فكرة ايه هو اللي قالك فوقه ان الفي بيكون س صفر. شوف بقى ده لو قالك قدتلي الجهد على طرفين الضيود في اللحظة دي. روح حسابه بقى من الداية. حسب انت شوف هتحسابه ازاي. هوريلك في المسائل دلاتة لما انيجي عندها. مهم انك المبدأ. لو الطيار جاي عكس الضيود. بنشير ونحط open circuit. جاي مع الضيود بنشير ونحط سورة circuit. حاجة صعبة. كلام تفجل. اه بس كده. تعال انا معلم بقى. اواريك مسائل. ويبقى خلصنا درس. اظنك استفدت النهاردة حاجات حلوة. حاجات حلو كويس. الصفحة دي مهمة. يعني هي مجرد طب. اه. حاجة يعني ايه. اللي بيحبه يعني. لكن لو مش حابه بجري. بصف. في الرسمة اللي حتى رسمناها. مش رحنا قلنا فوق هنا اوه. اني القلم الاسود. مش رحنا قلنا فوق هنا. اني بيكون الطيار اي قيمة. بيكون الايه. الجهد صفر صح? الجهد بيكون صفر. فلو حبينا نجيب المقاومة في الحالة الفورورد. ار اف كده. هتساوي ايه. هتساوي الجهد. على الطيار. اللي ماشي. جهد على الضيود. على الطيار اللي ماشي في الضيود. الجهد على طرفات ضيود ساعتها. حنا قلنا نعتبره اصلا شورت سيركت. فالجهد على طرفات ضيود هيكون ايه. صفر. اني. شورت سيركت. اي نقطة او التانية. جهدها بينهم صفر. هم نفس القيمة اصلا. فساعتها بيكون الر بصفر. يعني اي صفر. يعني شورت سيركت. شورت سيركت. يعني مقاومتها صفر. فاهم. فكله يودي لنفس النقطة. كله يفكرك بكله. كل حاجة يفكرك بالباقي. طيب. في اللحظة في الحالة ال ريفيسي. لو حددت كبس عن طريق المقاومات. هتقول ان هنا الطيار هو اللي بصفر. والجهد بيبقى قيمة سالبة. حلو. طيب. به القانون بيقول لي ان العريق تتفكر ايه في حالة ريفيسي برضو في علاقة اي. الفي هنا بقيمة. بيها قيمة. لكن العريق يبص فر. اي قيمة على صفر يتود لكة اي. تود لك دي لك ايفيليك. يبقى الأر بآفينتي. يعني عريقات التلط pattową. الشيء الر بآفينتي. يعني العريقات التلط ستوديك للحل الصحيح. تسجيل الشرق. نأتي بقى الأمثلة. أمثلة لا يوجد أبسط منها. ليس هذا الأسئلة لديك الدرس. أسئلة الدرس ستبقى في الحلقة اللي بعد الجاية. لما نأخذ كونستنت فولتج وأضربك عليهم الاتنين مع بعض. لكن هذه أمثلة. يعني حاجة كده تفهيك. بسرعة كده بيقول لك إيه وجهة قيمة. أنا شايفة وأقول لك إيه وجهة قيمة. بيقول لك هات القرنت اللي معدي في الديود في الرسم اللي قدامه. واعتبر لك assume the diode to be ideal. اعتبر الديود ده ideal. عايزين الطيار اللي ماشي فيه بقى. طيب هنشوف. والبطارية في الاتجاه ده يبقى تطلع طيار ازاي هتطلع طيار كده. الطيار هيكمل كده. يجي هنا يتقسم. خش حبة كده وحبة كده. للطبيعي صحة كده. الحبة اللي هنا بقى دول. على أساس ما تقرروا أنها عمله في الديود. لقيت الحبة دول جايين كده هو. داخلين في السهم. يبقى هذا دايود ايه؟ الديود هنا او او اف؟ او يعني معدي. يسمح مرور الطيار. او يعني لا يسمح مرور الطيار. او هنا. هو بزبط الحالة الـ forward. والـ او هي الحالة الـ reverse. هل هو هنا او او الـ reverse؟ لا. فورورد. يعد الطيار عادي. طالما الطيار جاي مع السهم في الدايرة. يبقى هذا الديود هيعديه. يعني ممكن اشيره وحط سلك فضيك. اكلمني سلك فضيك بالضبط. فالطيار عادي فيها. وبعد ما تشيلت الديود خلاص. حل الدايرة بقى. حل الدايرة عادي. هتلاقي ان السلك الفضيك دي. هتكنسل المقاومة. سلك فضيك مع مقاومة على التوازي يكنسله بعض. من فكرة او ممكن تقول ان الطيار اصلا هيخش في السلك الفضيك دايما. وعمر ما يخش في المقاومة. بيختار الطريق الاسهل. افهم زي ما تحبك. انا محافظنا لك زمان. لقيت مقاومة. مع سلك فضيك. تكنسلهم مع بعض. على طول كده كتوازي. ليه لان دايما الدايرة هيخش في السلك الفضيك. بيختار المسار الاسهل. فكده الاثنين دول كانسله بعض. وقاك ان الدايرة بقى شكلها عامل ازاي. بقيت بطارية. مقاومة. وسلك الفضيك. بعد كده ايه. افلنا على الدايرة تاني. ده ب 10 فولت. وده ب 50 اوم. والطيار اللي ماشي في الدايرة 10 على 50. البولت على المقاومة. ما فيش غير هادلقتي. 10 على 50 دي كان. 1 على 5 يعني 2 من 10. 2 من 10 أمبير. طيب يبقى الطيار اللي ماشي في الدايود كامل. ما هو اصلا اصلا. ما كانش فيه حاجة تخش غير في الدايود. لو الدايود درع. ولل رجع على الدايرة زي ما كانت. وحطينا مقاومة دي مكانها. والدايود ده مكانه. اللي هو اصلا اعتبرنا دلقتي السلكة فضية. هنرجعه بقى زي ما كان. حل? عشان نشوفه اللي كان ماشي فيه كامل. من غير مشتاد من التعمل ده كل مرة. الدايود دول هنالك يمشون فين؟ في تحت هنا ولا هنا؟ هنالك يمشون هنا طبعا. إننا احنا قلنا الدايود هنا يعتبر أصلا مفتوح. يعتبر سلكة فضية. فدايما الطيار هنالك يمشي في السلكة فضية. وده عمرها ما تتشايف. عشان كده احنا بالفعل شايلنها. فهنا من فكرة لما عملت كده من شوية بص. ارجع 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 ارجع. ده هو الدايود أصلا. بس الدايود ايه؟ لما مسلناه بسلكة فضية بشورتصر. يبقى اللي ماشي الطيار اللي ماشي في المسألة. او في الدايود هو 2 من 10 امبار. شفت طريق الحل. ده لعب والله. يعني مش عمي احنا ايه جديد في الحوار. لو لسه مش متأكد تعالى وديك حاجة أسهل. وتبانلك أصعب. حاجة عباط. الصعب لسه مجايش ومش هيجي. ان شاء الله يعني. طول ما انت تحاول تفهم حاجة صح. مش هتقبل حاجة صعبة ان شاء الله. بيقول لك هاتلي ايه؟ هاتلي الطيار اللي ماشي في الـ 48 ام دي. الطيار اللي ماشي فيها كان. فاني محتاج اشوف الطيار اللي خارج من بطارية هو. هيجي كده. فكر ربا معي. الطيار هيتقسم. هيمش حبة كده وحبة كده. ده اللي هيعدي. عشان ايه؟ مع التجسة. ده بالنظر بقى على طول. العود نفسك على الشغل ده. يبقى الديوان ده. يعني هيعديني. طيب. يبقى الناحى الثانية ده. هيجي عدي. يجد ديواني مقفولة ضده. يبدأ اف. اف يعني ايه؟ يعني اشتب عليه كده وقطعه. ايه اطعد ايه؟ ايه اطعد الفرع ده خالص. قلنا لما يكون الطيار جاي عكسك. ما بتعديش حد. يعني ما بتعديش حد. يعني بيشيلك وحط open circle. افتح الدايلة. ما بيفعش حد يعدي منها. لكن هنا لما جيت عدي. ما عدياني عادي. ما انا جاي مع التجاسة. اقول لي. انت كنا بتحفزني الكلام. يعني ما احنا فهمناه فوق. ما احنا كل حاجة بنمشي بالترتيب ده. نفهم كويس. انا كنا نعلمك تحلها ازاي على طول ببشرة. من غير بقى ما تقعد كل مرة تفتكر الشرح اللي فوق. لكن لو حبيت انت في ام الايام تبدأ شرحها من الصفر خالص. من قبل البي انجونكشن. تعرف. فهي من فكرة ايه؟ فالطيار هيعدي من البي انجونكشن. من الديود. يبقى ده اون. هيجي هنا هيقابل سكتين. سكة كده. وسكة كده. دي مش هينفع يعدي منها. لانه هو يخش عكس الديود. فيبقى الديود ده يتشطب على طول. لانه ايه؟ مفتوح. فمن فكرة. يبقى ده السلكة تعرض وتفتحه كمان. والطيار يعدي هنا. هيجي هنا. مش هينفع يرجع لان السلكة مفتوحة زي ما اتفقنا. وينزل تحت. هيجي ديود مفتوح. يبقى ده اون هو كمان. يبقى الاتنين دول اوف. اهو. والاتنين دول اون. زي ما احنا كدبنا عليه. الطيار يجي هنا هو. هيجي سكة واحدة بس يليمش فيها. او هو يرجع للبطارية وخلاص. واحد يفكر تفكير بسيط. يقول لي هو ليه الطيار لما يجي هنا ما يخشش فوق شوية. ما ممكن يعدي في الديود اهو. اقول لك ثانية. افهم بك لانه ما عايش معي كده. معلش ولا يا ابكاتيات حياة. اشيل ده كله خلص خلص. معلش يعني. اتعب تنولي. حلو. في هنا انا عندي قوة معينة. عاية جهد معاية طاقة. حلو انا كباني ادم ما ماشي معاية طاقة. عاية جهد. عندي فيه مثلا. جهد يقول له يا بطارية عندي عشرة. حلو. عديت على الديود ده. زي ما قلنا مشين فعدي في الفرع ده. عدي على ده بس. جيت هنا عديت على مقاومة. فجهدي نقص. بيت مثلا مثلا يعني تمانية. عديت على الديود ده. لانه مفتوح. عديت هنا. جهدي هنا كم دل قتي. 7. ما عديت على الديود ده ليس ان قصني حاجة. هذا الديود ده هي عديني فقط. فانا جهدي هنا 8. وجهدي هنا 10. لما عديت على الديود ده هي فضل 10. انا قبل المقاومة 10. وبعد المقاومة 8. بدي امثلة. لم يستطيع اعطيها. عاية جهديا. دلقتي هنا النقطة دي أيضا تمانية. شفت انا تتبعت النقطة. اعمل اي حاجة صعبة. النقطة دي تمانية ونقطة دي عشرة. الطيار يمشي منين لفين؟ من النقطة الاعلى في الجهد الاقل. يعني يمشي من هنا الهنا يما يمشيش. ما يفعش تقول انا هطلع الطيار لفوق. الطيار لفوق ده. لو فرضنا ان الديود هيعديك. خلاص انت خليت نفسك في اتجاه الديود. لكن هناك مشكلة انت ماشي من الجهد الالي الكبير وده حرام ده ما ينفعش. ملوش معنى اصلا. الطيار يمشي من الجهد العالي لجهد الاقلال. لكنك عامل كوبايتين كزا ما كل مرة بنادي ام المثلا. ها هو يا عامل. هلو المعلم ده مليان ميا قوي. وده مليان ميا قلالة. الطيار بيعدي من اللي فين؟ او الطيار الميا هيعدي من اللي فين؟ من الكبير للصغير. عمره ما يعدي من الصغير الكبير استحيل. لا يبقى الدنيا اه. يا ما اعمل كده فاعم الفكرة. فقط كده. فعشان كده بنقول اني مش هينفع الطيار يمشي طلع لفوق. فدايما هيخش ايه؟ على البطارية على طول. طب ليه خوش على البطارية؟ لان ده جهده تمانية والبطارية ايه؟ ها هتحدثه بقى فاعم الفكرة. وطبعا ده ما ينفعش يحصل الى اصلا. هو لادما كل الجهد يستنفذ على كل الدايرة. ما ينفعش يرجع للبطارية وانا معايا جهد لسه. فانتا تاهم. انتا العشر دول هيستهلكوا على التمانية اربعية. ده لو فرضنا ندول كلهم ايديا. فالعشر كلها ما ينفعش عد فيه. وده اصلا بالبداية ما ينفعش عد فيه. يبقى الطيار يمشي كده كده. يخش هنا. يطلع في المقاومة. يرجع هنا. يخش على البطارية. تعف تجيب في دول بقى الطيار اللي ماشي في التمانية والبطارية كم? اه. ازاي؟ ارسم الدايرة من جديد كده بسريع. هتبقى الدايرة العبارة عن البطارية هاو. والبطارية جاي من فوق. نزلت على ديود. الديود ده معديني. يبقى اعتبره سلكة فضي. ندخلنا على مقاومة. نزلنا. ديود معديني? اه. تبرو سلكة فضي. داً احنا بقلنا ساعد نشرح في فوق. يبقى ده تمانية اوربعين. وده عشرة بالضد. يبقى الطيار اللي ماشي كم? في التمانية اوربعين دي. هو المطلوب от الطيار اللي ماشي فيford عشرة على تمانية اوربعين. هيتطلع عشرة على تمانية اربعين. اتلع رقم. س Gerner يقول لك معلومة حلوة واوة. ان هو الرقم ومتلع حوالي 0.2-0.3 أي 0.8 الإجابة هذه صحة لو كان المسألة كده وخلاص وسكن لكنها في المسألة قال لك حاجة تفهق هنأخذها قدام تاني وهي مسهلة قال لك اعتبر ان الضيوض اللي يعديك بيبقى فيه مقاومة بيسحبها منك بيسحب منك بيعمل عليها فولتج دروب حلو مقدارها واحد اوم فاللي يعديك مقاومة واحد اوم اللي ما يعديك مقاومته انفينيتي فده خلاص فرغنا منه مش هيختلف حاجة لكن اللي عدني هحط مكانه واحد اوم واللي عدني برضه وحط مكانه واحد اوم أكني هوم عديني سحب مني شوي عشان يعرف يعديني ده هنأخذه قدام في الكونسونت فولتج بالتفصيل لأنه مش مقاومة اصلا ده فيه تفاصيل وهدخد قدام في المهم يعني خلينا بس لقت في الاسمول سيجنل هنأخذ نفس الكلام برضه مهم ان ده هعديني وإيه وحط مكانه مقاومة واحد اوم وده واحد اوم برضه فبدل ما كتبنا الشكل ده هنأخذ شكل كده في واحد اوم هنا وواحد اوم هنا ده التحديث بس ده عشان هو قالك ايه قالك كل ضيود لما يعديك هيبقى ليه مقاومة مقدرة واحد اوم اسمها الForward Resistance يعني المقاومة لما يكون معدي منك فورورد يعني لما يكون معدي يعني فمن فكرة فده واحد اوم وده واحد اوم هيبقى عشرة على توتر المقاومة خمسين بدل ثمان ياردين فالطيار هيبقى 2 من 10 فقط ده يعني عشان بس اتبقى بالذكرية لكن لسه دور بتاع الحل ما جايش اهبص بيقولك ايه Assume the diodes to be of silicon and forward resistance of each diode is one اوم كل ديود لو عديت منه فورورد لو عارف يعديك هيبقى ليه مقاومة واحد اوم اما لو ما عرفش هيبقى مقاومته بانفينيتي مع شاك ايه ما عرفش فاهم فكرة واحد طبعا يروح يجيب السؤال ده من المرجع ويقول لي اساسا ده لما قالك انه من سيليكون كده عايز اكتحلها بالconstant voltage كلمك صح بس هو ما قاليش صراحة فانا حلتها معاك لاتي بانها IDR لكن هنحل نفس المسألة دي قدام في الدرس اللي بعد الجاي على انها constant voltage تعالي على السؤال ده اخر سؤال خالص ويقول لك هاتلي قيمة الجهد والطيار في كل مسألة من الاتين جهد والطيار اللي في الرسمة اهو عايزين في كل واحدة من دول اسهل من بعض كلهم اصلا هي نفس الدايرة اصلا حالو عايزين قيمة VD وقيمة ID بس ده المطلوب تعال كده ببساطة انت تعودت على شكل الرسمة اللي بالمنظر ده عندي الجهد عن نقطة دي ثلاثة فولت والجهد عن نقطة دي ثلاثة فولت وعندي هنا ديود ومقاومة انا عايز قيمة VD وعايز قيمة الطيار اللي ماشي اول حاجة نشوف الدايود معدي الطيار ولا مش معدي الطيار لو نزل تحت كده والدايود بالشكل ده هو جاي مع التجاس سهم ولا ده يبقى جاي مع التجاس سهم يبقى اعتبر السلكه فضي لما جاي مع التجاس سهم يبقى يعدين يبقى يعني سلكه فضي خلاص ده الدايود هو قالك المسألة ان هما الدايود لكله الدايود يقول لها الدايود المسألة تحولت للمسألة سيركة ثلاثة فوق وسلisexual ثلاثة تحت يبقى فارق الجهد على طرفين المقاومة كلها هي العشرة الكبير نقص الصغير. ثلاثة نقص نقص ثلاثة يعني كم؟ يعني ستة. ستة على العشرة دي. ستة على عشرة كيلو. حلو. هيدي لك امسك آلتا كده جميلة. اكتب ستة على عشرة. والرقم اللي يطلع ستة من عشرة. ستة من عشرة كم? كيلو تحت في مقام يطلع فوق ميلي. ستة من عشرة ميلي امبير. ده الطيار اللي ماشي. في اول حالة. جميل? طيب. قيمة الفولتج دي. هبدأ اشوف انا بدأ بثلاثة. هاخد اي نقطة وابدأ من عندها. انا بدأ بثلاثة. عدت على مقاومة فقط تحبة. هبقى يفضل معي كان بعدها. كلمة لما يقول لك هاتلي قيمة الفي دي. ابدأ من اي نقطة ووصل للفي. اللي هيفضل معك في اللحظة بتاعة الفي دي. بهو ده قيمة الفي اصلا. الفي هنا معناها الجهد اللي يفضل معاك. سواء بدأت من فوق او بدأت من تحت. ابدأ وخلاص. ويمشي في الطريق. فهنا بدأ بثلاثة فولت. اهو. هنكتل تحت هنا. بدأ ونا معي ثلاثة فولت. عدت على مقام بسماء عشرة. ففقدت حبة. فقدت. اهو. عشرة كيلو. حلو. في. ستة من عشرة ميلي امبير. هفو ده معناك كده. صح. اه. بعد ما فقدتهم وصلت للفي. هابيسوي في. اللي ما حضرش معي حلقة ساركتس. مش شام اي حاجة نعرف. وانت الغلطة. انا كان ده هرسته في الحلقة سيركتس بالتفصيل اوي كده اللي فيه بتسوي كم اعمل ده على الالة الملة هتروح مع الكيلو ستة على عشرة فعشرة هي ستة ثلاثة على ستة اي اي فيه بسالة ثلاثة الكلام ده صح انا متأكد انت فهمته صح بس انا ليه عملت ده ده الطريل اصعب لاننا نحتاجه قدام في الدواير لكن ده الطريل اسهل ايه؟ مش هنا كنا قلنا ان ده عبارة عن سلكة فاضية صح؟ فالجهد التعديه هو نفس الجهد التعديه وهو بيرهم سلكة فاضية اي حاجة في السيركتس في حياتك اي مد اي حتة في السيركتس تلاقي سلكة حلو؟ ومتديك جهد دي بخمسة وفاضي فاضي ونقطة تانية ويقول لك جهدها كام؟ لازم تكون خمسة يا ابني ان شاء الله يكون هنا لعبكة السنية طالما فيه سلكة تصل بين النقطتين قيمة احدا احد النقطة سندول خمسة وفاضي فاضي وصلنا لنقطة تانية التانية خمسة برنا فاش كلام فهو ده اللي يقول لك حتى لو اندالي الناحى تانية لعبك حتى لو الطيار بيمر ما بيمرش خمسة ثلاثة اين يكون بقى؟ فانا عندي هنا لما خليت دي سلكة فاضية النقطة دينا عارف انها سندل ثلاثة يبقى النقطة اللي وطلبها مني اكيد سندل ثلاثة اجبتها بطرقتين اوه اسهل من بعض انا حبيتها عرفك التلاثين اوه مصعبين اذا يعني واحدة صعبة والتانية تفع نفس الكلام هنا الجهده ثلاثة وتحت الثلاثة فالطيار يمشي من الجهد الاعلى للاقل فنزل لتحت لكن هنا الدايود عكسه فهيمنع مرور الطيار يعني يمنع مروره يعني هتفتح المكان ده تخليها دايرة مفتوحة يعني اشطب عليك اذا اعتبره دايرة ايه الدايرة تفتحة فالدايرة تفتحة دي يعني يمره طيار خالص كلمة من مرش طيار خالص لما اطلب منك بعدها الفيديو بيساوي كامل لما يمرش طيار خالص بصراسات السيركتس انتا مش عارفها بقى لما يمرش طيار خالص معنا ان المقاومة دي ولكنها موجودة لان لم يبذل عليها جهد ليس طيار يمشي عشان يبذل لي جهده اساسا المقاومة من غير طيار المعد عليها ملحش لازمة مقاومة موجودة في دايرة ليس طيار المقاومة دي ملحش لازمة اساسا فكده الجهد هنا ليس جهد يبذل فالنقطة دي جهدها كامل هو نفس الـ 3 امشيها ببساطة فانا ثلاثة بعدها ثلاثة بعدها حتى ما وصلت للـ V وانا لسه ثلاثة يبقى V equal 3 طيب الطيار equal 0 وطالب في كل واحدة قيمة الطيار والجهد الطيار والجهد او الجهد والطيار اعكس بها يبقى ده الـ V بتسعوه ثلاثة والـ I بتسعوه ثلاثة نينجي في الثلاثة مديلك الضيوت فوق ليس إلا طيب الطيار مع التجاه السهم يبقى هيعديه حل المسألة لو السلكة فاضية بمنظر ده سلكة فاضية تصل بين نقطتين إحداهما جهدها ثلاثة يبقى الثلاثة ثلاثة ثلاثة خلاص خلاصنا جبنا الـ V طيب الطيار اللي ماشي سهلة ثلاثة لفوق ناقص ثلاثة لتحد يدعك توتل الجهد ما اسمه على المقامل في السكة يدعك الطيار اللي ماشي اللي هو 06 ميلي أمبير طيب طيب الطيار ماشي عادي أقدر أجيب قيمة الطيار لكن هو هنا كان بصفر أصلا لأن الدايود ما نعني أن نعدي نفس المسألة دي بالضبط طيار نازل وتستهم عكسي يبقى الطيار ده إيه؟ هيتقطع ليس قيمة طيار ماشي خلاص يبقى الآي هنا بـ 0 معنى أن الآي بـ 0 مقاومة ده ملياش عايزة لأن طالما مقامة لا يمر عليها طيار فلا يبذل عليها جود فملياش تأثير فقيمة V هي قيمة الثلاثة 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 بالضبط عارف ليه؟ لو أنا كنت وقف عند الـ V أو خلينا نقف أنا وقف عند الثلاثة لا يريد تأثير الجهد على طرفين المقاومة عبارة عن فلو الآي بصفر فلن تؤثر عليك قيمة الثلاثة إن شاء الله تكون ألف الثلاثة بصفر فهمي الفكرة فمش أفقد أي حاجة في السكة ولا حتى هكتسب ولا يحصل علي أي حاجة سواء الطيار طالع الناس لا يوجد طيار أساسا عشان يطلع وينزل فأنا كده السر الثلاثة دي هي نفس السر الثلاثة دي يبقى فيه بكام فيه بش سر الثلاثة شفت كل حاجة مش هنا بطريقة سيستماتيك بسيطة لازيزة فيها فيها مش بحفظك حاجة دي كده أمثلة لكن مش داد تمارين مش ديلها تجيلها في المتحان دي من المرجع عبس مش ديلها في المتحان دي من المتحان بقى الحلقة البعد الجاية ما ناخد كونستانت فولترش الحلقة الجاية اللي وراها حل لك بقى سئلة كتيرة بإذن الله كتيرة قوي يعني تفهمك الليلة كلها بس كده ونختم بإيه بخاتمة جديدة دي ايه لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها لعمري احنا كل مرة نجيب ايه حاجة في متحانة دي فنجيب حاجة جديدة بقى مرات يقول لعمري لقد كلفت وجدا بأحمدي وإخوته دقبل محب المواصلي فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن ولاه ذب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضلي حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافلي فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطلي لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي كان حتى قال أبلها ايه اللي يعرف القصيدة قصيدة مشهورة جدا اسمها اللاميع كان يقول أبلها فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في القبائل لكن اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازلي وما أيل بعدها لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي صلواري صلواري